السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبيّاكم واجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمي كيف حالكم؟ إن شاء الله نكون بخير وموركم إن شاء الله طيّة كل سنة وأنتوا طيبين ومن العيدين والفايزين يا رب العالمي بما أن العيد جاء وظروف العيد أنتوا عارفينها من السفريات والروحة والجيّة فعلى الأرجح أني ماني موجود في هذا المكان أقدر أصور لكم فيه ففي هذا الأسبوع رح يكون مقطع مختلف قد تسوينا مثل هذا المقطع قبل كده نجمع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخذناها ويكون في مقطع واحد الله أعلم كم بيكون ساعة هذا المقطع لكنه بيكون طويل جدا عشان كده أخل لك شي تاكل أو لا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا وكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك وبحط لكم برضو الروابط في الدسكريبشن من دول ما نطول بسم الله نبدأ قد سمعت عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصوت الوحي؟ نعم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الوحي وصف دقيق وكانوا حتى الصحابة رضي الله عنهم يسمعون للوحي صوت كانوا يسمعون صوت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ومو بس كده فأول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوق ناقته صرفت هذا الناقة تصرف غريب جدا وفي هذه القصة عائشة رضي الله عنها ما لقيهها تماما حتى أن جيش كامل يدور عن عائشة رضي الله عنها دوروا عنها في كل مكان بس ما لقيهها وصارت في المدينة فوضى وفتنة عظيمة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنب كل هذا بالناقشة بإذن الله في قصة اليوم زي ما قلنا في القصة اللي راحت خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني المصطلح قبيلة كده قررت في يوم الأيام أنها تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وتهجم على المسلمين في المدينة فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النصر حليف المسلمين ووقتها أسر الكثير من مشركين بني المصطلح واللي تم تصفيتهم كلهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وسبيت النساء وكان منهم بنت اسمها ضرة بنت الحارث والحارث هذا كان سيد بني المصطلح بعد انتصار المسلمين في هذه المحرك قامت فتنة كبيرة بسبب واحد من المنافقين اسمه عبد الله بن أبي بن سلول واللي يعتبر رأس المنافقين قوم هذه الفتنة بين الأنصار والمهاجرين بس كان فيه إذن للنبي صلى الله عليه وسلم سمع كل الكلام اللي قاله عبد الله بن أبي بن سلول ونقله للنبي صلى الله عليه وسلم بالحرف كان شاب اسمه زيد بن الأرقم بس ان عبد الله بن أبي بن سلول أنكر كل شيء وقال لي زيد بن الأرقم شيك على إذنك إذا كانت صماء ولا لا لأن اللي قلت كله خطأ وهذا الشيء أنا ما قلته جحد كل اللي قاله قدام النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا مع عبد الله بن أبي الكثير من قومه التفاصيل كلها بتلقاه في القصة اللي راحت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل مباشرة من دون أي تراه ماشى النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وام سلمة والجيش كان والسبايا كانوا مع الجيش مشوا الليل والنهار من دون أي تراه وكانوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل وحدة على بعير في غرفة صغيرة تسمى بالهودج والهودج هذا زي الغرفة الصغيرة تكون فوق البعير دائما النساء تركف في هذا الهودج وكانت عائشة رضي الله عنها في الهودج حقها كانت تناظر في قلادة كانت لابستها قلادة كانت غالية على قل تمسك هذا القلادة وتتفقدها وهذه القلادة كانت من اليمن جتلها هدية من أمها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لها ذكريات جميلة وغالية جدا في قلب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المهم إن مشابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلين خلاص تعب وتعب شديد الجيش كامل مرهق تماما لأن مشابهم مباشرة من دون أي توقف تخيل إنك تدخل في معركة شديدة تنتصر في هذه المعركة يعني بدلت جهد كبير ومن بعدها تمشي 24 ساعة من دون أي توقف يعني الأمر جدا كان صعب عليهم بس أول ما وقف بهم النبي صلى الله عليه وسلم ناموا المهاجرين والأنصار تماما طاحوا نايمين ناموا كلهم نومة تحب فكانوا للأنصار ولا المهاجرين فيهم حيل إنهم يتمشكلون كل واحد حط راسه هنا بس يوم أدلج الليل واشتدت ظلمته إذا بي منادي ينادي للرحيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الجيش يصحى ويمشون في الليل في الصحية وكل واحد قام يقضي حاجتها وكان من اللي قضوا حاجتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نزلت من الهودج حقها وراحت تقضي حاجتها يوم خلاص خلصوا من قضاء حاجاتهم ورجعت عائشة رضي الله عنها وركبت هذا الهودج مسكت على رقبتها واكتشفت بأن القلادة الغالية على قلبها اختفت تماما وكأن في أحد انتشل منها القلادة المهم إنهم رفعوا الصحابة هودج عائشة رضي الله عنها ومشوا الجيش كامل مشوا في الصحراء وتعمقوا فيها وهم ماشين إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه التعب يبدأ جبينه يتعرق وبدأ النبي يسمع أصوات مثل صلصلة الجرس وضرب الحديد في بعضها فكانت هذه هي أصوات الوحي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصوات الوحي أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد على وكانوا اللي قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون مثل دوي النحل مثل دوي النحل الله أعلم إيش هذا الصوت فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل بس أمام الجميع إلا وناقة النبي صلى الله عليه وسلم بدت تضرب بجيرانها إلى الأرض يعني تنزل الناقة عنقها إلى الأرض بعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بإذن الشاب زيد بن الأرقم اللي نقل خبر فتنة المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول زيد بن الأرقم فأخذ بإذني وأنا على راحلتي حتى ارتفعت من مقعدي ويرفعها إلى السماء وهو يقول وفت إذنك يغلى وصدق الله حديثك لأن زيد بن الأرقم أنكر حديث كله لكن الله سبحانه وتعالى أثبت كلام زيد بن الأرقم قال الله سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني فضح الله سبحانه وتعالى كلام عبد الله بن أبي وصار معروف بأنه رأس النفاق كان ما باقي شيء على المدينة خلاص بيوصلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يمشي ببعير زوجات مرة ببعير أم سلمة ومرة ببعير عائشة يمسك البعير ويمشي بها عشان يعدل بين الزوجتين وهو على هذا الحال يمشي ببعير زوجاته إن صدموا برياح وعاصفة رملية عاصفة رملية قوية كانت شديدة جدا بس بعد ما انتهت هذه العاصفة إلا وناقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مي موجودة أبدا القصوى ناقت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر من أسرع النياج يعني كانت غالية جدا عند المسلمين فبدوا ويدورولها في كل مكان يمين ويسار ما لقيوها تماما فكان من اللي خرجوه ثلاثة من الأنصار وكان معهم واحد اسمه زيد بن اللصت فكان زيد بن اللصت هذا مشكوك في أمرها وهم يدورون قال زيد هذا لباقي الصحابة مش قاعد نسوي عين يذهب هؤلاء في كل وجه قالوا للصحابة ندور ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض فقال زيد أفلا يخبروا الله بمكان ناقته انصدموا باقي الصحابة وطالعوا فيه دا في حقل هذا انجن اش دا الكلام دا منافق اللي طالع معنا ولايش فقالوا مجنون أنت مختل عقليا قاتلك الله يا عدو الله نافقت يا عدو الله ثم أقبل عليه واحد من الصحابة فقال والله لو لا أني ما أدري إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوافق على فعلتي هذه كان أدخلت هذا الرمح في بطنك وأخرجته من الجهة الثانية يا عدو الله ليش خرجت معنا وهذا في نفسك قال خرجت لأطلب من عرض الدنيا ولا عمري أن محمدا لا يخبرونا بأعظم من شأن الناقة يخبرونا عن أمر السماء والملائكة والجنة والنار أفلا يخبرونا أين ذهبت هذه الناقة طالعوا الصحابة في بعض هذا خلاص منافق تعال فقاموا كلهم يضربون بكل ما يملكون من قوة يضربونه ضرب قوي فكان يحاول يشرد منهم ويفتك حاول وحاول إلين قدر ويفتك وأخر فقالوا والله لا نمشي معك في سبيل أبدا يا عدو الله ولا يظلنا وإياك ذل أبدا انقلع والله لو علمنا ما في نفسك يا خسيس ما صاحبتنا ساعة من نهار انقلع قلعك الله هرب من عندهم وشرد إلين ووصل عند النبي صلى الله عليه وسلم واحتمى بالنبي يعني يا عدو الله فوق إنك منافق وقلت الكلام هذا في النبي صلى الله عليه وسلم تحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقبح النفاق صدك بس انصدم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق يسمع إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله وقال ألا يخبره الله بمكانها فلا عمري أن محمدا ليخبرنا بأعظم من شأننا نقل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بالنص وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا يَعْلَمُوا الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَنِي بِمَكَانِهَا وإنها في هذا الشعب مقابلكم قد تعلق زمامها بشجرة فراحوا الصحابة لهذا الشعب المقابل لهم وفعليا لقوا زمامها معلق بشجرة هذا حصل كلها أمام عيون هذا المنافق فراجعوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم انصدم هذا المنافق من اللي شافه فراجع للي كان معهم اللي ضربوه من الصحابة من الأنصار راح لهم يركض بأشد سرعتها أول ما وصل لهم لقي ناقة منبوذة وكل أغراضه وأكله مرمي في الرمال في الصحراء قذ نبذوا كل شي معهم له فأول ما شافوه الصحابة جاي من بعيد قفوا بروسهم ما يبون حتى يشوفونها يعني حاولوا يصدون عنها بس يوم زودها وقرب أكثر صاحوا عليه لا تدنوا منها انقلع حناك بعيد فقال لهم اصبروا يا جماعة الخير خلوني أفهمكم إش اللي حصل في شي صادمني تكفون أبغى بس أتأكد من الخبر منكم سمحوا له فقال لهم أستحلفكم بالله هل أتى أحد منكم محمدا فأخبره بالذي قلت قالوا لا والله ما تحركنا من مجلسنا هذا فقال هذا المنافق فإني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الجميع مستحيل يكون صدفة كل اللي قلت لكم بالحرف علم به رسول الله ومو كده بس علمها الله بمكان ناقته والله إني كنت في شك من محمد كنت في شك عظيم من شأن محمد وإني لأشهد أنه رسول الله والله يا جماعة الخير إن كإن دو بي أسلمت قالوا له الحمد لله لموا مع أغراضه وناقته وقالوا له روح لرسول الله يستغفر لك الله فراح للنبي واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك الجيش كامل ووصل إلى المدينة وبدوا ينزلون البضائع ويحطون الأسلحة ويوزعون السبايا من النساء وكانت بنت الحارث برة هذه اللي حلمت بالحلم هذا كانت من نصيب صحابي اسمه ثابت ابن قيس رضي الله عنه بس برة كانت لازالت تفكر بالحلم اللي حلمتها وإش تفسير هذا الحلم إلا ومنادي ينادي هودج عائشة فاضي أين عائشة وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها فاضي وعائشة مي موجودة ومختفية فقاموا الجيش كله يدور عن عائشة يدورون في كل مكان بس بعد فترة قصيرة من البحث إلا وهم يشوفون بعير مقبل من بعيد إلا هو صحابي اسمه صفوان ابن معطل يقود هذا البعير ومع عائشة رضي الله عنها في هنا عائشة رضي الله عنها تحكي بالتفصيل إش اللي حصل لها بالضبط في طريقها فتقول كنا زمان خفاف كانوا النساء زمان خفاف ما نأكل كثير وإجسامنا خفيفة في يوم نادى المنادي بالرحيل وقاموا أغلب القوم يقضي حاجته قمت وقضيت حاجتي زي البقية بس يوم دخلت الهودج التمست في عنقي العقد اللي كان معي فلم أجده القلادة اللي كانت في رقبتي اختفت تماما نزلت من هذا الهودج وفكرت إن الجيش ما بيتحرك إلا بي لو أجلس شهور كاملة لو أجلس ستة شهور أبحث عن هذا العقد ما بيتحرك للجيش إلا بي يعني كنت ماخذ راحتي فروحت أدور القلادة حقتي في كل مكان دورت لها في الطريق اللي مشيت منه بس ما لقيتها فقلت أدور لها عند المكان اللي قضيت حاجتي فروحت فلقيت فعليا القلادة في مكان قضاء حاجتي وطلع إنسل من عنقي وأنا أقضي حاجتي فأخذت القلادة هذه ورجعت مسرعها إلى الجيش بس أول ما رجعت للجيش انصدمت بأنه لا جيش ولا هودج ولا بعير ولا أي أحد وليس فيه هداع ولا مجيد ولا أسمع صوتا ولا زحرا يعني الجيش قد تعمق في الصحراء كلهم راحوا فمن خفة عائشة رضي الله عنها كانوا يفكرون أن عائشة رضي الله عنها في الهودج رفعوا الهودج وما لاحظوا أن الهودج خفيف من خف عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة أكيد أنهم بيمشون شويتين ويفقدوني ويرجعون لي بس المشكلة أن عائشة رضي الله عنها كانت قبل لا تتكلم إذا كانت في الهودج من عاداتها أنها ما ترد على أي أحد أبدا وهجاج سف الهودج إذا أحد كلمها غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون زاكتها فكان الأمر أصعب مما كانت تتخيل عائشة رضي الله عنها بس الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبها الطمأنية حتى أنها بدأت تنعس في مكانها فتقول فألتفعوا بثوبي والطجحت وعلمتوا أني إن فقدوني رجعوا إلي نمت نوم عميق وفي ذاك الوقت كان في صحابي مشهور بأن نوم عميق ونوم ثقيل شويتين يتأخر في النوم عادة كان هذا الصحابي اسمه سفان بن المعظم وقيل بأنه هو الشخص اللي يتأخر دائما عن القافلة عشان إذا طاح منهم شيء يلم معها في الطريق يعني القافلة تمشي قدام وواحد وراء يلم الأشياء اللي طيحها القافلة علمهم أن يقول صفوان كنت ألحق بالجيش بس وأنا ألحق بالجيش شفت سواد إنسان بمنطق فقربت فإذا بها أم المؤمنين عائشة تقول عائشة رضي الله عنها وأنا متلفعة استيقظت باسترجاع رجل رجل يقول إنا لله وإنا إليه رجل فتحت عيوني فإذا بصفوان وكان صفوان قد شافني قبل ما يفرض علينا الغطاء غطاء الوجه تقول خمرت وجهي بملحة يعني غطيت وجهي بملحة ونزل صفوان بعيرة عشان تركب تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما كلمني كلمة غير أني سمعت استرجاعه حين أناخ بعيرة فقط فركبت معه والحقنا بالجيش ونقطع الطريق والصحراء حتى وصلنا إلى المدينة تقول عائشة رضي الله عنها أول ما وصلت من السفر ومن تعب السفر وشدة السفر مرضت مرض شديد مرضت مرض غير طبيعي فكنت إذا اشتكيت من مرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويرحمني ويجلس عندي عادة بس هذه المرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متغير مو بأسلوب اللي دائما أعرف فكان مع مرضي شديد يدخل علي فيسلم ويقول كيفتيكم يعني حتى ما يقول اسمها يقول كيفتيكم كيفتيكم رسول الله ما كان يعاملني كده إيش اللي جالس يصير النبي صلى الله عليه وسلم متغير علي والمدينة كلها فيها حاجة بس الغريب أن أبوي ما قالوا لي شيء وكانت معاملتهم معايا عادية تمام بس النبي صلى الله عليه وسلم متغير مو بهو اللي أنا أعرف تقول عائشة رضي الله عنها كنا قوما عربا لا نعرف الوضوء في البيوت يعني ما كان في حمامات في البيوت كنا نعافها ونقضروحها فالعرب زمان ما كانت في بيوتهم حمامات تماما وكنا نخرج إلى المناصح بين المغرب والعشاء لحاجاتنا مناطق في الليل يروحوا لها النساء عشان يقضون حاجاتهم فيها فذهبت ليلا ومعي امرأة كان اسمها أم مصطح وكانت أم مصطح هذه متلفعة بمراطها متلفلفة في زي اللحاف كان اللحاف هذا طويل وهي في الطريق دعست على طرف اللحاف هذا وطاحت فأول ما تعركست وطاحت دعت على ولدها ولدها كان اسمها مصطح فقالت تعسى مصطح تقول عائشة استغربت أمرها فقلت بئس لأمر الله ما قلت تقولين هذا لرجل من أهل بدر ومصطح حضر معركة بدر فردت عليها أم مصطح قالت ما تدرين إش قال ولدي عنك وقد تكلم فيك وقال لللي قاله تقول عائشة قلت ماذا تقولين فقالت إن أهل المدينة كلهم يتكلمون في عرضك ويتكلمون في شرفك ويعتقدون بأن مجيئك مع صفوان كان بسبب شيء فعلتموه سوح حاشاها رضي الله عنها أم المؤمنين تقول كنت أبا أقضي حاجتي بس من الصدمة اللي واجهتني خلاص ما قدرت حتى أروح أقضي حاجة ذهب عني كل ما كنت أجدها وطحت في فراشي مريضة مرض أشد مما كان بي فاجتمع علي الحزن والهم والمرض والوحدة تقول فما زلت أبكي ليلي ويومي ما وقفت من البكاء طول يومي وأنا أبكي بس كانت عائشة رضي الله عنها مستنكرة سكوت أبوها وأبوها كيف خبر مثل هذا يطلح ولا يقولولي في يوم من الأيام دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وقال كيف أتيكم فردت عائشة رضي الله عنها السلام وقالت ائذن لي أذهب إلى أبوي أبوها أروح لأمي وأبوها وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها أنها تروح لأمها وأبوها فلمت نفسها وأخذت اللي تقدر عليه واتجهت لبيت أبوها أبو بكر دخلت عليهم البيت وأول ما شافت شافت أمها فقالت عائشة يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين لي من ذلك شيء فقالت أمها يا بنيا اخفضي عليك الشأن هوني عليك واجلسي فوالله ما كانت جارية حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها القالة ما في بنت في مثل حالك إلا وكثر عليها الكلام بس هوني عليك هوني عليك كين تأكدت عائشة رضي الله عنها اللي إن قال كله صحيح فقالت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا كله تقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم ما قدرت تنام من شدة التعب والحزن عبدالله بن أبي بن سلول بدأ يتطاول في كلامه على أم المؤمنين وبدأ ينشر الإشاعات بكل مكان وأذنابه من المنافقين ينشرون الإشاعات في كل مكان وفي كل بيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومكروب كرب عظيم وقد وصل عبدالله بن أبي من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل والقذف من المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشة من كل مكان وراح النبي صلى الله عليه وسلم لمولاة عائشة يسألها عن عائشة لأنها كانت قريبة جدا لعائشة كان اسمها بوريرة كانت دائما مع عائشة وتعرف عائشة مصبوط فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة أي أمرأة تعلمين عائشة قالت بريرة هي أطيب من طيب الذهب والله هي أطيب من طيب الذهب يا رسول الله والله ما أعلم عليها إلا خيرا والله يا رسول الله لإن كانت على غير ذلك لا يخبرنك الله عز وجل بذلك بس عشان أكون صادقة يا رسول الله عندها شيء واحد بس إنها ترقد عن العجين وتنسى منها تنسى من العجين حتى تأتي الشاه فتأكل عجينها فوالله إني قد حذرتها أكثر مرة من هذا الشيء بس عشان أكون صادقة معك أطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بس يبغى يتأكد أكثر وأكثر فراح وسأل زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنة وكان بين زينب وعائشة رضي الله عنها غيرة لأن ما كان في أحد ينافس عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب فكانت الغيرة بين زينب وعائشة كبيرة بس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب ماذا علمتي على عائشة قالت زينب يا رسول الله حاشى سمعي وبصري ما علمت عليها إلا خيرا والله ما أكلمها وإني هاجرتها ولكني والله ما كنت أقول إلا الحق إطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بس عبد الله بن قبي قذفه ما وقف وأذنابه ما وقفوا الكلام أبدا فكان شغال من أول شب الفتنة بين المهاجرين والأنصار والحين مبسوط في الكلام اللي طلع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف إنه يقذف من كل مكان فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وبعدها قال من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي يقصد به عبد الله بن أبي بن سلو لأن زودها مرة وكلام زاد عن حده وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لرجل والله ما علمت على ذلك الرجل إلا خيرا يقصد صفوان رضي الله عنها اللي جات عائشة رضي الله عنها معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدخل بيتا من بيوتي إلا معي ويقولون عليه غير الحق قام واحد من الأوس وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إيكم من الأوس آتيك برأسه وإيكم من أخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك نمضي لك عبد الله بن أبي كان من كبار الخزرج كان خزرجي وكلمة الأوسي دي ما أعجبت الخزرج أبدا خاصة أن الأوس والخزرج كان بينهم حرب وعداوة شديدة قبل الإسلام فقام واحد من الخزرج وقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنه من الخزرج ولو كان من الأوس ما قلت ذلك ولكن باقي في قلبك العداوة اللي كانت بيننا وبينكم في الجاهلية وقد مح الله ذلك كل هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكأن الشيطان دخل بين الصحابة فقام الأوسي وقال كذبت والله لنقتلنه وأنفك راغم فإنك منافق تجادل على المنافقين والله لو نعلم ما يهوى رسول الله ذلك في قوم مننا ما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى آتيه برأسه ولكنه لا أدري ما يهوى رسول الله شبت الفتنة بين الصحابة كلهم والنبي على المنبر وبدأ الأوس والخزرج ينفصلون عن بعضهم وكل واحد ينحاز إلى قبيلته والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بينهم فقام الخزرجي وقال تأبون يا آل أوس إلا أن تعودوا للعداوة اللي كانت بيننا في الجاهلية والله ما لكم بذكرها حاجة لا تستطيعون علينا وإنكم لتعرفون لمن كانت الغلبة في معركة بعاث وقد مح الله بالإسلام ذلك كله فقام الأوسي وقال بس أنك تعرف من غلب يومها يا خزرجي كانت الغلبة للأوس فبدت الفتنة تصعد بينهم صعود كبير والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على منبرة وبدوا يصطفون للقتح وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبرة فجأة إلا وصوت سيف يخرج من غمدة والصياح في صفوف الخزرج المنافقين اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنة هذا الشيء اللي خلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تدخل في حالة اكتئاب عاشت أيام صعبة جدا لكن بعد ما زارها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمها وأبوها اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة فإش اللي حصل بالضبط أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تتهم بالزنة شيء مبصير شيء أشعل الفتنة حتى بين المسلمين ففي هذه القصة اللي راح نحكيها اليوم شخص يهجم على حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بالسيف ضربه ضربه كانت قاتلة فليش هذا الشخص هجم على حسان بن ثابت وكيف تحقق حلم الفتاة براه بنت الحارث براه بنت الحارث اللي هو سيد من سادة العرب واللي دخل حتى هو في الإسلام بعد ما شاف معجزة أمام عيونها معجزة خلت الحارث وبنت الحارث براه يدخلون في الإسلام وراح نحكي في قصة اليوم كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يصطف الأوس والخزرج للقتال للقتال أمام عيون النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر بعد كل اللي قالوه المنافقين في المدينة عن عائشة رضي الله عنها وكيف إنها راجعت مع صفوان رضي الله عنها فبعد ما اكتشفت عائشة رضي الله عنها عن كل الكلام اللي إن قال فيها راحت عند أهلها وسألت أمها وأبوها عشان تتأكد هل هو الخبر صحيح أم لا واللي اكتشفت بعدها بأن هذا الكلام صحيح وإن فعليا المنافقين جالسين يتكلمون فيها وفي عرضها هذا الشيء خلى عائشة رضي الله عنها تبكي ليل ونهار لا تتهنى في أكلها ولا في نومها دخلت في حالة اكتئاب قوية جدا هذا الشيء طال معها والأيام تمشي الأمر ما وقف هنا وبدوا المنافقين يتطاولون في الكلام أخذوا راحتهم في الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الحقيقة فتحل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالصمت إلين يتأكدون بالحقيقة بس بعد ما تطاول المنافقين في الكلام انفتن بعض الصحابة وكان من اللي انفتن حسان بن ثابت الخزرجي واللي كتب أبيات يسب فيها صفوان رضي الله عنه في هذه الأبيات كان يسب فيها صفوان بس صفوان جات في خاطرة وغضب غضب شديد لأنها بريء ما سو شيء وهذا الشيء كبر في صدر صفوان فكان حتى صفوان تأدى من هذا الخبر طبعا صفوان كان من المهاجرين أما حسان بن ثابت كان من الخزرج يعني من الأنصار وزي ما ذكرنا قبل كده الفتنة اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار بعد غزوة بني المصطلق يعني كان فيه فتنة قبل كده حصلت فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي يقصد بها عبد الله بن أبي لأنه زودها في الكلام وحتى المنافقين كلهم بس عبد الله بن أبي كان هو الرأس حق النفاق وكان عبد الله بن أبي من الخزرج في شبة الفتنة بين الخزرج والأوس لأنه كانت أصلا بينهم عداوة من زمان من أيام معركة بعات اللي حصلت بين الأوس والخزرج يعني كان بينهم عداوة سابقة فقاموا الأوس وقالوا نحن يا رسول الله نأتيك برأسه نأتيك برأسه يا رسول الله إذا أردت ذلك وزي ما ذكرنا قبل كده العداوة بين الأوس والخزرج ومسألة أن الأوس قالوا هذا الكلام شبت الفتنة بين الأوس والخزرج من جديد بس هذه المرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الشيطان بين الأوس والخزرج بين الصحابة فاصطفوا الأوس والخزرج للقتال الأوس يقولون إلا نقتل عبد الله بن أبي والخزرج يقولون أنتو ما تبغون تقتلونها إلا لأنه من الخزرج وإن باقي فيكم بقايا الجاهلية بس كان في رجل من الخزرج كان ضد كلام الخزرج وكان مع قتل عبد الله بن أبي فكان يشوف أنه رأس النفاق ولا بد من قتله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر وكل اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني ممن يؤذيني في آلي فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن أبي إلى الحين ما أمر والخزرجي هذا لا زال واقف بين الخزرج يشجعهم ويحاول فيهم أنهم يقتلون عبد الله بن أبي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم باقي ما أمر بقتله كان واقف يعني مع الأوس وكان الأوس والخزرج على وشك القتل الأوس يقولون نقتله والخزرج يقولون لا ما تستطيعون وهم في حديثهم هذا وفي كلامهم هذا إلا بسيف يخرج من غمدة يخرج ويصرخ بأعلى صوت أضرب به رأس النفاق وكهفي يقصد بسيفه واطلع من صفوف الخزرج الأوس استعدوا للقتال يعتقدون بأنه سيهجم على الأوس بس ما كان قصده يقاتل الأوس كان يبغى يقتل عبد الله بن أبي بن سلول فمع المشادات هذه كلها خلاص وصلت معها وقال أنا أقفل على السالفة من الأخير أنا من الخزرج وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج أنا راح أقتلها ما لكم يا الأوس دخل أنا خزرجي وسأقتل خزرجي ومن يحاسبني الخزرج بس النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتله إلى الآن بس يوم شافوه الأوس خرج زي كده ومتحمس ومتجه إلى بيت عبد الله بن أبي بن سلول كان الأوس ما يبغون هذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا الشيء كل اللي حصل أن الشيطان دخل بينه فراح رجل ومعه جماعة من الأوس يوقفون هذا الرجل من قتل عبد الله بن أبي بن سلول لأن النبي ما أمر بهذا بس هذا الرجل كان مسره فلحقوا وراه إلين وقفوا أمامه فقالوا ارمي بسيفك أي حملوا السلاح من غير أمر رسول الله أنت صاحي أنت والله لو علمنا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هوى أو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم فعليا قتله ما سبقتنا إليه الأمر مو بين الأوس والخزرج النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بهذا انتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الخزرجي سيفة في غمدة والتقط أنفاسه هدي ورجع هذا الخزرجي مع الأوس إلى صفوف الخزرج المشادات لا زالت بينهم قوية الأوس يتكلمون والخزرج يتكلمون بس أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر نزل النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم بيده جالس النبي صلى الله عليه وسلم يهديهم إلينا انصرفوا انتهت الجلسة بينهم وخرجوا من مكانه انتهت الجلسة إلى الحين لكن لا زال بينهم مشادات يعني الأمر والفتنة لا زالت موجودة بينهم فكان الخزرجي لا يكلم الأوسي أبدا بسبب هذا الموقف ففوق الفتنة اللي حصلت لعائشة رضي الله عنها راجعت الفتنة بين الأوس والخزرج يعني المدينة سارت مليئة بالفتن فيعني زادت المسؤولية على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه يحل مشكلتين الفتنة اللي قاعدة تصير لعائشة رضي الله عنها والفتنة بين الأوس والخزرج استمرت الأيام والفتنة كل ما لها تزيد ففي يوم من الأيام عائشة رضي الله عنها لا زالت حزينة في بيت أمها وابوها كانت دمعتها ما توقف لا ليل ولا نه وهي على هذا الحال إلا بشخص يطرق باب بيته ففتحوا لهذا الطارق إذا به النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه البيت فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وراح إلينا عند عائشة وكانت هي مسدوحة على الفراش تعبانا وصلت مرحلة شديدة جدا من التعب فتجهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس كانت عائشة وقتها تبكي بكاء شديد وزاد بكاءها يمشافة النبي صلى الله عليه وسلم فبعد صمت قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد عائشة فإنه بلغني كذا وكذا وقال الزالفة كاملة وعائشة رضي الله عنها تبكي ويشتد بكاءها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت بريئة يبرئك الله وإن كنت ألممت بشيء مما يقول الناس فاستغفر الله عز وجل فإن العبد إذا اعترف بدمبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه تقول عائشة يمقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقف دمعي كل البكاء الشديد اللي كنت أبكيه وقف ذهب دمعي حتى ما أجد منه شيئا مصدومة من كلامه يعني يا رسول الله تعتقد أني سويت هذا الفعل تقول ناظرت في أبي وأقول لها أجب رسول الله دافع عني فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري ما أقول ما أدري ما أقول وما أجيب به عنك هذا رسول الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش أقول له صح أنت بنتي بس هذا رسول الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هاجرت معاه اللي تحملت الأذية معاه في المسألة كانت قوية جدا على أبو بكر بين بنته وصاحبه وفوق أنه هذا صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول في يوم شفت أبويه يقول هذا الكلام التفت لأمي نابرت في أمي وقلت لها أجيبي عني رسول الله أجيبي على رسول الله دافعي عني فقالت الأم والله ما أدري ما أجيب عنك رسول الله ما أدري هذا رسول الله ما أقدر أقول له شيء تقول عائشة ما كان في أحد بيدافع عني إلا أنا أنا لازم أتكلم في هذا الموقف فقالت عائشة رضي الله عنها إني والله قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث فوقع في أنفسكم فصدقتم به فلئن قلت لكم أني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أني منه بريئة لا تصدقوني قالت هذا الكلام هي مخنوقة من الحزن والقار فقالت وإني والله ما أجد لي مثلا إلا كما قال أبا يوسف بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصدق تقول من القهر والله العظيم إني نسيت اسم يعقوب يعقوب عليه السلام وما أتذكر إلا أنه أبو يوسف من القهر نسيت اسمه ما أهتدي من الغيث من قوة زعلي نسيت اسم يعقوب تقول بعد كلامي هذا ما سمعت أي أحد وقمت لفراشي ورحت اضطجعت وكنت أكلم نفسي من القهر وأقول والله يعلم أني بريئة وأنا بالله واثقة أن يبرئني الله ببراءته لن أعتذر من فعل ما سويته الأمر كان مو بس عظيم على عائشة رضي الله عنها فحتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في أرض النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر عظيم جدا حتى على أبو بكر فحتى أبو بكر رضي الله عنه كان الأمر عظيم جدا عليه فكان أبو بكر زعلان على اللي قاعد يصير فقال أبو بكر رضي الله عنه فما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليه ما دخل على آل أبي بكر والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد الله ولا ندعو له شيئا فيقال لنا في الإسلام الأمر عظيم حتى على أبو بكر لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بنتها فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر جدا عظيمة وجدا قوية خلوني بس أقول لكم مثال عن صحابة أبو بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن صحابتهم قوية جدا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم للمدينة نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت صخرة وكان عطشان النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر كان عطشان مع النبي شاف هذا الراعي والنبي صلى الله عليه وسلم نايم تحت الصخرة فطلب أبو بكر رضي الله عنه من الراعي هذا شويتين من اللبن يقول فحلبت له كثبة من لبن فأتيت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت يوصف أبو بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب حتى أبو بكر رضي شوف العلاقة القوية بين أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول للصحابة هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ ويكررها ويقول هل أنتم تاركون لي صاحبي يقصد بها أبو بكر في الأمر جدا عظيم حتى على أبو بكر تقول عائشة رضي الله عنها أقبل علي أبي مغضبا كان وقتها زعلان أبو بكر من اللي قاعد يصير تقول عائشة يوم شفت بهذا الحال أخنقتني الحفرة ما ودني أشوف أبويا زعلان لهذه الدرجة تقول بس قلت في نفسي والله لا أتوب إلى الله مما ذكرتم أبدا أنا ما سويت هذا الشيء مع أن أبويا كسر خاطري بس والله ما أتوب من شيء ما سويت الأمر عظيم والفتنة عظيم فجلست عائشة رضي الله عنها تدعي وتلجأ إلى الله وحده ففجأة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق وجه يحمر ويتعرق ويتعب فسجي على وجهه غطوا على وجهه بالغطاء فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم اشتد التعب على النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه فجابوا مخدة من جلد وحطوها تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كنت أدعي وانصدمت استبشرت من اللي قاعد يصير لكن ما توقعت أن راح ينزل الوحي لأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل في قرآن يقرأه الناس في صلاته ما كان في عقل أنه بيكون قرآن يعني بس كنت مستبشرة لأني كنت أدعي الله بس كان أبو بكر وأم عائشة رضي الله عنها خائفين على عصابهم تقول عائشة وأما أبوي فوالذي نفسي بيتح إن أنفسهم بتخرج من أجسادهم من الخوف خايفين من أن الله سبحانه وتعالى يحقق ما قال الناس أنا متأكدة لكن أبوي وأمي ما متأكدين عشان كده هم على أعصابهم أما أنا مستبشرة بس كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وهو يضحل شال الغطاء وهو مبتسك تقول عائشة وإنه لا يتحدر منه مثل الجمال يعني مثل اللؤلؤ قاعد يطلع من وجهه تقصد به العرق والنبي صلى الله عليه وسلم يمسى على جبينه فكانت أول كلمة قالها يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك فتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إلى آخر ما نزلت في براءة عائشة رضي الله عنه تقول عائشة أنا مصدومة إنه قرآن قرآن يقرؤونها الناس في صلاتهم والله إني كنت أرجو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية يرى في منامه شيء يكذب ما قالها أصحاب الإفك أما قرآن فلا والله ما ظننته التقطوا أنفاسهم أمي وأبوي ريحوا شويتين وسرية عنهم فقالت أم عائشة لعائشة رضي الله عنها قومي إلى رسول الله قومي فاشكري فردت عائشة والله لا أقوم إلا بحمد الله لا بحمدك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشر مبتسم فصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه بعدها تل الآيات اللي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها وكان بين الحضور صفوان رضي الله عنه اللي فرح فرح شديد لأنه طلع من هذه السالفة بريئة الحين بس كان بخاطرة أبيات حسان بن ثابت تأدى منها أدا كبير فكان صفوان رضي الله عنه حامل على حسان بن ثابت الكثير من الحقد والأذية اللي تأذاها من أبيات حسان فكان قلب صفوان رضي الله عنه مبراضي أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على كل مسلم إن فتن بهذه الفتنة وكان منهم حسان بن ثابت بس الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد عليهم وهذا الثابت بس صفوان رضي الله عنه ما كان راضي تماما عن الأبيات اللي قالها حسان بن ثابت وكانت دائما تتردد في ذهنه فكان في يوم من الأيام جالس ويناظر في سيفه وعلامات عدم الرضا مليانة في وجهها الحين انحلت مشكلة عائشة رضي الله عنها وهديت هذه الفتنة باقي الفتنة اللي صايرة بين الأوس والخزرج أمرهم جدا متوتر والأمر جالس يزيد يوم ورا يوم الأوسي ما يجلس مع الخزرجي والخزرجي متحسس بشكل كبير من الأوسي الوضع بينهم ما ينطحك بس النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أخذ بيد سيد الأوس أخذ بيده واتجه إلى سيد الخزرج وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأوس توجهوا إلى سيد الخزرج ودقوا على بابه سيد الخزرج أول ما فتح شاف النبي صلى الله عليه وسلم فضروري انه يضيف النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته ودخلوا مع سيد الأوس والأوسيين اللي موجودين معه من الصحابة فقدم سيد الخزرج الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم كنوع من الضيافة وهنا بدأ يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الأوس معه بدوا يأكلون الأوس من الأكل اللي قدمه سيد الخزرج وبدى الكلام والسوالف تجري بينهم وكأن قلوبهم ارتاحة البحض فبعدها بأيام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيد الخزرج ومع مجموعة من الخزرجيين واتجهوا إلى سيد الأوس وطرقوا على بابه فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخزرج فقدم لهم الأكل ونفس الشي حصل وبكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على الفتنة شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أصلح بين الطرفين من دون ما يفتح أي ملف سابق قبل كذا حتى ما جاب طاري الحدث اللي حصل قبل كذا صفوان رضي الله عنه كان من المهاجرين كان يمشي بسرعة ومعاه سيفه متوجه إلى الخزرج جخل على الخزرج وكان حسان من ثابت جالس مع القوم وصفوان معاه سيفه توجه صفوان وكان الخزرج يناظرون بكل براءة ما كانوا يدرون إشي اللي ينوي عليه صفوان ما استوعبوا إلا بعد ما رفع صفوان رضي الله عنه السيفة وضربها حسان بن ثابت إلا حسان بن ثابت مرمي على الأرض ينزف بالدماء هنا عرفوا الخزرج بأن الوضع جدي فقاموا على صفوان امسكوه واضربوه ضربوا صفوان وربطوه بالحبال وحسان بن ثابت على الأرض مرمي وغرقان في دماء كان حسان بن ثابت بين الحياة والموت ما حد يدري هله حي ولا ميت وكانوا الخزرج يضربون صفوان ضرب مبرح من قوة الضرب والصياح مر واحد من أهل الخزرج شاف حسان بن ثابت مطروح على الأرض مليان بالدماء وهذولا يضربون صفوان فقال هذا أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إيش إيش اللي قاعد تسوونا إيش الفوضى اللي قاعد تصير قالوا لا ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيش يجالس نسويه بس إن صفوان دخل بسيفه وضرب حسان قال ما أنصحكم باللي قاعد تسوونا خذوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم فجروا صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عسان بن ثابت ولفوه في دماءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال حسان يا رسول الله شهر علي السيف وأنا مع قومي ثم ضربني بالسيف بنية القتل ما كنت أشوف في عيونه إلا الموت ولا أراني في جرحي هذا إلا ميت يعني جرحي هذا بيقتني يا رسول الله الجرح هذا عميك فزعل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في صفوان وقال ولما ضربته وحملت السيف عليه فقال صفوان يا رسول الله عذاني وهجاني يا رسول الله هجاني وسفها علي وحسدني على إسلامي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخزرج بأنهم يحبسون صفوان عندهم فإذا مات حسان بن ثابت يقتلون صفوان يقصون بصفوان خلاص فتصير نفس بنفس فيجري حكم الله سبحانه وتعالى على صفوان ففعليا الخزرج أخذوا صفوان عندهم وربطوا بس سيد الخزرج ما عرف عن أي شي حصل كان اسمه سعد بن عبادة فأول ما عرف اتجه على طول إلى حسان بن ثابت وقال لها إش اللي صار بالضبط ليش صفوان مربوط عندنا فعلم حسان بكل شي فقال سيدهم سعد بعد ما سبيتوه بالشعر وهجيتوه يوم جاكم بالسيف سجنتوه قال حسان بن ثابت هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيد الخزرج قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق ولكن النبي أقرب للعفو من ذلك والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطلق صراح صفوان صفوان من المهاجرين واللي سوا حسان بن ثابت خطأ فقال حسان بن ثابت الأمر بين يديك سو اللي تبغاه وسو اللي تشوفه صح الأمر بين يديك يا سعد فراح سيد الخزرج لصفوان وهو مربوط وفك رباطه وقال تعال يا صفوان وأخذ أهل بيته ولبس أحسن لباس وفك أسرح فخرج صفوان واتجه إلى المسجد النبوي يصلي وانطلق سيد الخزرج سعد لحسان وقال له اخرج للنبي صلى الله عليه وسلم الحين وقل له كل حقوقي أنا كحسان لك يا رسول الله كل حق لي لك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد النبوي إلا وصفوان داخل وكان لابس لباس جميل ما عرفه من اللباس الجديد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صفوان فقال الصحابة نعم يا رسول الله صفوان فقال النبي من كسه قال الصحابة سعد بن عباده سيد الخزرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه الله من حلل الجنة انبسط النبي صلى الله عليه وسلم بشوفة صفوان فكان سيد الخزرج صادق في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم مكان راضي شويتين اللي حسان بن ثابت يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة وقال يا رسول الله كل حق لي هو لك يا رسول الله فانبسط النبي صلى الله عليه وسلم من كلام حسان فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حسان أرض كبيرة أعطاه إياه كهدية له أما سعد بن عبادة فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم أموال كثيرة على اللي سواها وعلى حكمته كيف إنها أرض حسان بن ثابت وسو الشيء اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم الحين نرجح وراء شويتين تذكرون الحارث سيد بني المصطلق كان لازال حي وعيونه ما قد نامت من ذاك الوقت وبالتحديد من يوم سبية بنته من يوم سبية بنته بسبب هذه المعركة وعينه ما نامت ولا ارتاحت أبداً خاصة إنه كان هو السبب كان هو اللي مليان بالكبر كان هو سبب المعركة هذه فكان قلبه مهبراضي أبداً على اللي صار لبنته وعقله يكرر أنا السبب أنا السبب أنا السبب في اللي صار لبنتي ففي يوم من الأيام كان يتلوى على فراشه من الندم والحزن فقرر قرار قرر إنه ياخذ مجموعة من أفضل الإبل اللي موجودة ويتوجه إلى المدينة وتكون هذه الإبل كفدية لبنته فعلياً جمع مجموعة كبيرة من أفضل الإبل اللي موجودة في بني المصطلق وتوجه إلى المدينة طبعاً بره بنت الحارث كانت من نصيب صحابي اسمه ثابت بن قيس فكانت عند ثابت بن قيس وكانت بنت جميلة جداً فتاة من أجمل الفتيات وفوق ذا كلها بنت سيد من سادة العرض يعني أمرها موهين يعني فقررت بره بنت الحارث أنها تشتري نفسها من ثابت بن قيس يعني تبغى تكاتب نفسها تبغى تصير حرة على أنها تدفع المال لثابت بن قيس فتوجهت للنبي صلى الله عليه وسلم طبعاً أبوها كان متوجه إلى المدينة الحين وكان معها الكثير من الإبل من أفضل الإبل وهو يمشي في أحد الأودية اللي كان اسمها العقيق كان اسمها ذاك الوادي العقيق طالعاً لو الله الإبل هذه جداً جميلة ومن أفضل الإبل قال يا ولد إش رايك أخذ لي إثنين من هذه الإبل وأربطهم في هذا الوادي ما حد بيدري عنها أروح أعطي الإبل هذه كفدية لبنتي وأخذ بنتي وأرجع أخذ الإثنين هذه من الإبل ونرجع لقريتنا وفعلياً فك ثنتين من الإبل وربطهم في هذا الوادي وتوجه ببقية الإبل إلى المدينة وصل الحارث إلى المدينة ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم بس أول ما دخل عند النبي تفاجأ بأن بنت عند النبي كانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتري نفسها من ثابت بن قيس انصدم بس قال أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أصبتم ابنتي هذه الإبل كلها لأنت تشوفها يا محمد فداؤها خدها وأعطني ابنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن البعيران الذين غيبتهما بالعقيقة في شعبي كذا وكذا البعيران اللي دسيتهم أنا الوحدي والله ما يعرف عنهم إلا الله فقال الحارث أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله فوالله ما أطلع على ذلك إلا الله فأسلم ويوم أسلم الحارث أسلمت ابنته برة وكان للحارث ولدين حتى هما أسلم فأرسل أبوها واحد يجيب البعيرين من هذاك الوحدي ففعليا جاب البعيرين وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت الحارث لأبوها بس قبل ما تخلص الجلسة هديك خطب النبي صلى الله عليه وسلم من الحارث بنته برة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مهرها أربعمائة درهم طبعا أربعمائة درهم شيء كبير زمان فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وغير اسمها من برة إلى جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها فمن بعد ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ساروا الأسرع كلهم أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربون لجويرية أم المؤمنين فكل من كان يملك من أسرى بني المسطلق أعتقهم لوجه حتى أعتق من الأسرى مئة بيت فما أعلم إمرأة كانت أعظم على قومها بركة من جويرية رضي الله عنه من أبشع الجرائم اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجريمة استخدموا الجناه الشوك من الصحراء في قتل ضحيتهم كانت الجريمة بشعة إلى أبعد الحدود والعجيب في هذا كله أنهم كانوا من صفوف المسلمين والمشكلة الدافع كان جدا بسيطة ما كان عندهم دافع غير الأنانية والطمح فارتكبوا هذه الجريمة بنفس طماعة وأنانية واللي خلاهم يرتدون عن الإسلام واللي بعدها نزل فيهم حكم الله سبحانه وتعالى بقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نقراه إلى يوم نهر وفي قصة اليوم استعانت خيبر ببعض قبائل العرب فتحزبت الأحزاب لغزو المسلمين في المدينة بس اللي خرج لهم من المدينة فقط 30 صحابي 30 فقط مقابل جيوش مجيشة خلونا نرجع وراء شويتين وبالتحديد في قصة اغتيال سلام بن أبي الحقيق واللي ذكرنا قصته قبل كده سلام بن أبي الحقيق كان سيد من سادة خيبر وهذا الشخص أفرط في سب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا مجموعة من الخزرج من الصحابة لإجتيال هذا الرجل الخبيل داخل خيبر اللي كان أغلبهم أهل الحرب وفرسان من أشد الفرسان في اغتالوه في قصة عجيبة جدا ذكرناها قبل كده المهم أنهم اغتالوه وبعد مقتل سلام بن أبي الحقيق وبالتحديد في رمضان سنة 6 هجري صار الوضع في خيبر فوضى شويتين لأنه كان سيد من سادته فقام أغوى وأشجع رجل في خيبر كان اسمه أسير بن زارم فقال في قومه إنه والله ما سار محمد إلى أحد مننا إلا بعث أحدا من أصحابه فأتى برأس من أراد منه ولكني لست مثلكم أنا ماني فاغر مثلكم ولا أصنع ما صنع أصحابي أصنع ما لم يصنعوا قالوا وما عسان تصنع السلام أعطنا اللي عندك بس نحن كلنا آذان قال أسير في غطفة فأجمع منهم من أجمع ثم نسير إلى محمد في عقري داري فإنه لم يغزى أحد في داري إلا أدرك منه عدوه وبعض ما يريد يعني حتى في أسوأ الأحوال اليوم بننهزم بنكسب شيء ما عليكم بسمشوا عندهم مرحلة التعزيز مرة مرتفعة قالوا نعمة ما رأيت وحن معك الحين نحد شفرات سيوفنا جاهزين للقتح يعني ما عندهم حتى شاورني أشاورك ممكن صح ممكن غلط خلينا نخطط لا قدام مرحلة الشيء ركب عندهم مرتفعة جدا فعليا راح أسير هذا الغطفان دخل بينهم وعطاهم العلم كامل وقال لهم اسمه إن كان طلعتوا معي فلكم من ذمار خيبر ها وش رايكم وتراكم غانمين معنا يعني إذا انتصرنا تاخذون شيء من الغناء غطفان ما عندهم مانعهم أصلا ورين وين الحرب حنا لهاي وخرجوا مجموعة مع أسير مجموعة كانت كبيرة مبسهلة وهم في الطريق كانوا يضحكون على محمد صلى الله عليه وسلم على إنه ما درى وإنه راح نغزو ويسولفون مع بعضهم وما كانوا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم محنك وكل اللي صار هذا واللي حصل وعين من عيون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يسمع كل شيء وينقله للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل سلام رجل من الصحابة عشان يشوف أحوالهم بعد مقتل سيده فرجع الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دوبي طلعت من خيبر يا رسول الله وكانوا يخططون على غزو المدينة وما كانوا لوحدهم يا رسول الله كان مستعين بغطفان يجمعون الأحزاب الغزو المدينة علم بكل اللي جالسين يخططون لها أهل خيبر فقاموا ثلاثين من الصحابة وقالوا يا رسول الله حنا لها يا رسول الله وحنا رجال الحرب خلاها لنا كان قائدهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثين صحابي هذا برسالة معه إنهم يقنعونه بأن الثلاثين هذولا آمنين بعدها إذا تبه حرب فحنا لها فيحكي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه القصة على لسانه طبعا أنا بأقرب لكم إياها باللهجة حقتنا بس هو في نص واضح يقول خرجنا في ذيك الليلة ومشينا في الصحراء جلسنا نمشي في الصحراء إلين تعمقنا فيها كنا في طريقنا إلى خيبر طبعا خيبر لوحدها مليانة من أقوى وأشد فرسان العرب كيف لك لو كانت غطفان الحين معهم يعني جيش جدا قوي والصحابة فقط ثلاثين يقول عبد الله وصلنا إلى منطقة قريبة من خيبر فأرسلنا رسول إلى خيبر دخل خيبر وكان رسول والرسول لا يقتل فوصل بالرسالة إلى أسير اللي هو كان قائد الجيشين ففتح أسير الرسالة وقرأها كان في الرسالة إنا آمنون حتى نأتيك فنعرض عليك ما جئنا إليه حلنا مسالمين وما نبغى حرب يعني حلنا عندنا كلمة في حلوقنا خلنا نعطيك الكلمة هذه إذا عجبتك أعجبتك إذا ما عجبتك أشهر سيفك ونشهر سيوفك فأرسل الرسول لأسير فدخل في خيبر دخل والجيوش مليانة ما هي إلا دقائق إلا والرسول هذا يرجع يخرج من خيبر متجه إلى الصحابة وصل عند الصحابة وقال لهم إن أسير يقول لكم نعم موافق ولكن لي مثل ذلك منكم يعني من الأمان أدخلكم خيبر لكن تكونون على كلمتكم قالوا إيه بس نبغىك فقط في كلمة رأس خلينا ندخل خيبر نكلمك كلمة الرأس ولنا الأمان ولك الأمان توافقوا ودخلوا الثلاثين صحابي هذا في جيوش مجيشة من غطفان وخيبر وهم يمشون بين الجيوش هذه فوصلوا عند أسير وقالوا له يا أسير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك أن تخرج إليه وتروح له المدينة فيستعملك على خيبر ويحسن إليك تصير سيد خيبر سيد قومك إش رايك في الفكرة يعني بتصير من أسير الشجاع إلى سيد من سادة خيبر شيء مو بسيط يعني ويصير اللي بيننا هدنه والأمور بيننا زي الفل بدل ما نخش في حروب وفي دماء وهذا الأمور نظر فيهم عيونة مليانة بطمع الملك والسيادة قال اسمعوا أنا معكم بس بشاور قومي ما يصلح أني أسوي شيء وقومي ما يعرفون حتى قالوا خذ راحتك بشاورهم بس ترى الوضع يعني سيريس الوضع ترى جدي راح أسير لقومها وقال لهم اسمعوا السالفة كذا وكذا وأنا الحقيقة مبدئيا أقول لكم إن الفكرة جدا عجبتني قالوا أهل خيبر والله ما كان محمد بيستعمل رجلا من بني عقوب أبدا نعرف محمد حتى قال وش دراكم والله أنا شفت في وجيههم الصدر وترانا مللنا من الحرب والقتل والحرب هذه مفسدة فيها قالوا أهل خيبر أهكذا يقول لنا أسير أسير الشجاع اللي كان يلاحق الحرب وما كانت ما أظنتي إلا طمعا في السيدة والحك ترانا خايفين عليك إنك تخرج من خيبر الحين ولا باقي ترجع لخيبر أبدا ترانا بلغنا وبكيف كنت نظر فيهم وكأن الكلام هذا أثر في قلبه يعني كأنه خاف ما أفكر في هذه الفكرة بس طمع في السيدة والملك طغى عليك فراح للصحابة وقال لهم ما أخرج الوحدي أنا ما بأخرج الوحدي يخرج معي نفر وافقوا الصحابة بس بشرط أنهم ما يتجاوزون الثلاثين وأنهم يأتون بدون أسلحة يعني يخلون سيوف ما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف فصاروا الصحابة ثلاثين وأسيروا اللي معها ثلاثين وخرجوا من خيبر ومشوا إذين تجاوزوا ستة أميال من خيبر يعني تعمقوا في الصحراء شوية كان أسير طول الطريق عدله يتصارع بين الطمع للسيدة والخوف من كلام قومه إنه ما رح يرجع لخيبر وكانوا الصحابة ملاحظين في وجه أسير إنه مقلوب وجه متغير وكأنه ندمان أنه خرج يعني بدت ملامح الندم تظهر عليه فكان أسير يمشي بجنب واحد من الصحابة كان اسمه عبدالله ابن أونيس وكان عبدالله ابن أونيس يمشي في الصحراء وكان الشخص الوحيد اللي جنبه أسير فيقول عبدالله ابن أونيس وأنا أمشي في الصحراء إلا هو أحس بشخص يمسك سيفي يمحسيت بهذا الشعور دفعت بعيري ناظرت وما كان جنبي إلا أسير عرفت إنه ملامح الندم اللي على أسير هذه بدت تصير إلى أفعال فبديت أدفع بعيري شويتين وأوخر أنا فقلت في نفسي غدرت يا عدو الله فرجعت أقرب منها مرة ثانية عشان أتأكد وأشوف الشي اللي بيسوي إلا وفعليا يحس بيد شخص على سيفها للمرة الثانية وما كان جنبها إلا أسير بس هذه المرة حاول يطلع السيف يقول عبدالله ابن أونيس عرفت إنه هو هذا هو خلاص يقول فرجعت ودفعت بعيري وخرت حاولت إني أخلي الموضوع كإني ما عرفت باقي ما أنا عارف عن شي يعني مسوي نفسه إنه مو بداري يقول عبدالله ابن أونيس هل من رجل ينزل فيسوق بنا؟ يعني ينزل من بعيره ويسوق بعيره بيده عشان يشوف وين الطريق بالضبط إلا ما نزل أحد أبدا يقول عبدالله ابن أونيس استغليت الفرصة ونزلت أنا بنفسي فصرت أسوق بعيري أنا وأحاول أضلل معايا أسير وأوخر عن باقي القوم عشان أستفرد في أسير وفعليا مشيت بهم وبدأ أسير ينشق عن الباقي خلاص استفردت ألحيم بأسير وكان أسير على بعيره كنت أطالع في أسير وهو على بعيره وأنا أمشي فأخرج سيفي بكل هدوء فرفعت يدي وكان ظلام ما كنت أشوف إلا فخذة فضربت فخذة إلا بشي يطيح على الأرض إذا بها فخذة وساكل أمام عيوني إلا بجسده بعدها يسقط من على البعير على الأرض ومعه صوت الصوت هذا شيء مو بسيط يعني بإمكانه يشق اللحم هده يقول فأقبلت عليه بسيفي عشان أضربه فسبقني وضربني بصوته فشج رأسي فبدأ الدم ينزف على وجه وبديت حتى أتنفس دمي فأنهالوا عليه بسيفي فأقتله أقتله وأنا يا الله يا الله أتنفس الدم مل وجهي طبعا سياح وسير من الألم نبه الثانين عن اللي جالس يصير فهربوا راجعين لخيبر بس الصحابة لحقوا وراهم لحقوا وراهم بأسرع سرعتهم فكان الواحد يهرب والصحابي وراه فيلحقها الصحابي فيقتلها جلسوا على هذا الحال حتى قتلوهم كلهم معادة واحد دخل في قومه حرفا رجعوا الصحابة للمدينة وعبد الله بن أونيس يحاول يلم جرحة مع بعض كان جرحة مفتوح يحاول يوقف النزيف بس النزيف مراد يوقف النبي صلى الله عليه وسلم في يديك اللحظة مع الصحابة كان يحكيهم ويسولف معهم فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة تمشوا بنا إلى الثنية نتحسب من أصحابنا خبر فما شو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتناقشون ويسولفون إلي ثنيات الوداع فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا المرتفع وثنيات الوداع كان زي المرتفع على مشارف المدينة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المرتفع وهم على هذا الحال إلا بالصحابة جايين من بحيث فيقول عبد الله بن أونيس وصلنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه كله ينزف بالدم وباقي الصحابة ما فيهم شيء فأول ما قلنا لرسول صلى الله عليه وسلم إنهم غدروا بنا بعد ما أمناهم وبعد ما وصلنا رسالتك لهم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاكم الله من القوم الظالمين يقول عبد الله بن أنيس جرحي كان مفتوح وينزف فمسك النبي صلى الله عليه وسلم جرحه ولماه ونفث فيه كان الجرح مفتوح وينزف بس بعد ما نفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقف من النزيف فلم تقح بعد ذلك اليوم ولم تؤذني وقد كان العظم فلا كان العظم بعن والقيح حتى يخرج منه بعدها مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه عبد الله بن أونيس ودعاله طبعا اللي حصل هذا كله في شهر رمضان بعد تقريبا شهر من هذا الحدث وفي شهر شوال من نفس السنة جوا ثمانية أشخاص من منطقة اسمها غورينة كان أغلبهم بدو جايين من البادية جوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عنده وقالوا نشهد بأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ودخلوا في الإسلام الثمانية كلهم بس بعد تقريبا يوم واحد من مكوثهم في المدينة بدت حالتهم النفسية والصحية تسوي مرض ومرض غريب فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نحن أهل بادية وأهل إبل وصحراء نحن حضر يا رسول الله وجو المدينة أتعبنا استوبأنا من أجواء المدينة تذكرون لقاح النبي صلى الله عليه وسلم النياق الحوامل اللي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دائما هذه النياق ترعى خارج المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذولة ثمانية اللي ما يحبون جو المدينة وجو التحضر يعني إنهم يعيشون مع هذه الإبل خارج المدينة يروحون عند هذه الإبل يشربون من ألبانها وأبوالها وكان على نياق النبي صلى الله عليه وسلم راعي اسمه يسار النوبي كان يسار النوبي هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليا راحوا الثمانية هذولة عشان يعيشون في هذه المنطقة البعيدة واللي تعتبر منطقة بدو يعني فعاشوا هناك أجواء البادية شربوا من أبوال الإبل ومن البانع إلينا اصطحوا وقوي صلبهم ونفسيتهم بدت تتحسن وأمورهم الصحية تمام بس كانوا ينظرون لهذا النياق الجميلة واللي تعتبر من أفضل الأموال عند العربة واللي يسمونها باللقاح فكانوا ينظرون لهذا اللقاح بنظرة الطمع والحسد في نفس الوقت طق عندهم عرق وبدت شعور الجاهلية يعود لهم استغلوا غفلة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الراعي المسكين وشلوا الإبل معاهم وشرب هربوا في الصحراء بس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آخر لحظة شافهم ونادى عليهم فنادى هذا الراعي معه نفر وانطلقوا عليهم فقابلهم ومنعهم وذكرهم بالله فقال لهم اتقوا الله في اللي قاعدين تسوونا هذه نياق رسول الله قالوا أي رسول الله يا شيخ وأي كلام تتكلم عنه وخر عننا وخر عننا لنقتلك قال لهم ما بتمرون بتقاتلوني فقاتلوهم حتى انقتلوا كلهم معاد مولى رسول الله كتفوه وربطوه فقطعوا يده ورجله وكان يصرخ بأحلى صوت من الألم وقوة الألم فمن صياحة العالي هذا راحوا أخذوا شوك عشان يسكتونه وفتحوا فمه وغرزوا بالشوك في فمه عشان يسكت فعبوا فمه بالشوك امتلع فمه من الشوك وباقي في يديهم بقايا شوك ففتحوا عيونه وغرزوا ببقايا الشوك في عينه حتى غطوا فتحات عين هذا كله والراعي لا زال حين أعوذ بالله من قسوة القلب فأخذ النياق معهم وغرب والراعي مطروح على الأرض وبقية النفر اللي كانوا معاه مقتولة كان فيه امرأة في نفس المنطقة راكبة على حمارها كانت تمشي على حمارها إلا وتشوف شيء أسود طايع في الأرض قربت منها قربت 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 بس انصدمت بهذا المنظر اللي أمامها مجموعة من القتل مرميين وهذا الجسد اللي مبتوره يده ورجله ومعبه فمه وعيونه بالشوك أعوذ بالله وقد فاضت روح هذا الراعي لله سبحانه وتعالى منظر مفجع لأبعد الحدود المرأة هذه كان بيخشع عليها من الخوف رجعت بركب ترتجف إلى قومها وأخبرتهم عن هذا الجسد اللي طايح في نص الصحر وكيف إنه مشوه بهذا الشكل فراحوا القوم هذوله وأخذوا هذا الجسد وعرفوه وتوجهوا بهل النبي صلى الله عليه وسلم عرف النبي صلى الله عليه وسلم إنهم هذولة الثمانية فأرسل عشرين فارس من أشد فرسان المسلمين كان قائدهم كرز بن جابر رضي الله عنه فانطلقوا الصحابة وراء هذول المجرمين اللي ارتدوا عن الإسلام وسرقوا نياق النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا هذا الراعي بالشكل البشع هذا كانوا يلحقون وراهم بأسرع سرعة يركضون بأسرع سرعتهم حتى أدركهم الليل وأظرمت الصحراء ما صاروا يشوفون أي شي حولهم ما هم قادرين يشوفون اللي أمامهم يعني فوقفوا في منطقة اسمها الحرة بيتوا هناك بيتوا إلي شروق الشمس صحي الصحابة هم يدرون وينهم ما كانوا يعرفون في أي اتجاه شردوا هذول المجرمين بس هم على حالتهم هذا يقررون وين يتجهون إلا بامرأة معها كتف معها كتف مشوي جالسة تاكل فيه كان الكتف كبير يعني كتف ناقة فسألوها ما هذا الذي معك قالت هذه المرأة مررت بقوم قد نحروا بعيرا فأعطوني منها قالوا إيش وينهم قالت هم قريب من هنا بتلك القفار من الحرة التفت الصحابة لبعضهم الحرة المنطقة اللي هم فيها قالت لهم توجهوا من هذه الجهة وبتشوفون دخان أول ما بتشوفون دخان هذه الشبة اللي شووا فيها هذا الكتف اللي معاهم توجه الصحابة بأسرع سرعتهم إلا وفعليا القوم جالسين الثمانية أشخاص هذولة يشوون من لحم هذه النابة فتسللوا الصحابة وحوطوا حولهم وصرخ فيهم واحد من الصحابة سلموا أنفسكم بالطيب لأن والله العظيم ما بتقدرون فينا انتهى حن عشرين وانتو ثمانية فقاموا الثمانية هذولة وركبهم ترجف وسلموا أنفسهم قالوا خلاص حن ما لنا في الحرب ولا لنا في هذه الأمور ربطونا ربطوهم الصحابة وجروهم للمدينة ما شوئلين وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم باقي النياك فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطح أيديهم وأرجلهم من خلاف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسامير وحمية على النار وكحل بها أعين وبعدها صلبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة صلبهم خارج المدينة فشاف النبي صلى الله عليه وسلم نياكة إلا في ناكة مفقودة كان اسمها الحناء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أكلوها فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى نهاية الآية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالأجساد أبدا نهي شديد إلا إذا كانت المثلة قصاصا فإنه غير منهي عنه لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به في نفس هذا الشهر شهر شوال وفي ليلة من ليالية رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في منامها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داخل البيت وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت وعرف مع المعرفين واللي بنتكلم عن هذا الحلم الحلقة الجاية بإذن الله أباك تتخيل معايا إن عندك أعداء نفسهم يعذبونك للموت نفسهم يقطعونك قطع صغير وأنت لا تزال حي من قوة أنهم حاقدين عليك نفسهم يشوفونك أمامهم ويولعون فيك النار طبيعي إنك إذا قابلتهم يكون معك نوع من الأسلحة عشان أقل شيء تدافع عن نفسك تخيل إنك تقابلهم من دون سلاح حتى وتوقف أمامهم وجه لوجه وما معك سلاح أبدا ولا في نيتك حتى إنك تدافع عن نفسك وهذا اللي صار مع الصحابة في قصتنا اليوم تقابل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وهو لا يملك سلاح ولا في نيته إنه يقاتل والمشركين مدججين بالأسلحة حصلت بعدها أحداث جدا عجيبة توريك فعليا منه الملك وتعلمك فعليا بأنه من ينصرها الله فلا غالب لها في هذا القصة كمية من المعزيزات والأحداث والأحكام اللي ما عمرك حتى أنت سمعت فيها أكون صادق معك أني أنا شخصيا انصدمت من الأحكام والأحداث اللي حصلت في هذا القصة بس قبل ما نبدأ هذا القصة رح أقول لكم قصة شخص كان يبغى يهدم الكعبة لها دخل في قصة اليوم أبرها الحبشير ملك وعسكري قديم جدا كان يحكم اليمن في ديك الأيام كان يغار بشدة من مكة وكيف أن الحجاج يروحون لمكة لأداء العمره والحج وبما أنه ملك متسلط قرر في يوم من الأيام أنه يأخذ فيل وجيش كبير ويروح لمكة هذه اللي الناس يروحون يحجون لها ويواسيها بالأرض قرر أنه يهدم الكعبة القرار هذا كان غير صائب تماما لأنه أول ما قرب من الكعبة برك فيل أبرهة على الأرض ولا أتحرك أبدا كانوا الجيوش يدفون ويحرقون بالنار عشان يقوم بس ما تحرك تماما وكأن هذا الفيل يرى شيء لا يرونه بس بعد فترة بسيطة إذا بطيور تملي السماء طيور أشكالها عجيبة جدا وصفت قريش هذه الطيور بأنها طيور خضراء اللون لها أعناق مثل أعناق الإبل كانت هذه الطيور معها حجارة من سجيل رمت الحجارة على هذا الجيش اللي أنهت الجيش كامل أبادت الجيش تماما اللي حصل مع الفيل هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة في أواخر شهر شوال من سنة ستة هجهة حلم النبي صلى الله عليه وسلم حلم غريب جدا حلم بأنه يدخل البيت ويحلق رأسها ويأخذ مفاتيح البيت ويعرف مع المعرفين حلم غريب جدا بس عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بأنها عمرها أما التعريف مع المعرفين فهو وقوفه بعرفة لأن رؤية الأنبياء حق وتعبر على ظاهر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الرؤية هذه للصحابة فالسبشر الصحابة وظنوا الصحابة بأن هذا هو فتح مكة أن الله سبحانه وتعالى سيفتح مكة فعليا من دون أي تحرم المهم أنهم كانوا متيقنين بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح مكة وبيعتمروا بس ما كانوا يعرفون إشي اللي بيصير معهم بالضبط فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم يستعدون كلهم للعمر فاستمعوا الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ان اخر اهدهم بقريش كانت حرب وكان لا يزال حقد قريش ودمهم فاير على قتل بدر وباقي المعارك كانوا حاقدين على النبي والصحابة وشفت اذا الواحد جلس مع نفسه كثير تكبر السالفة في حقلها يجلس مع شياطين والحقد هذا يزيد ومسألة ان النبي والصحابة والمسلمين كلهم يروحون يعتمرون من دون اي سلاح كان شي مرعب جدا يعني كأنك رايح تبتن نفسك بختصار وهنا تخوفت بعض قبائل العرب تخوفوا من الخروج للعمرة وخافوا من بطش اهمك بس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عازمين النيا فقاموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ابو بكر وعلي وعثمان وعمر رضي الله عنهم وباقي الصحابة كانوا 1400 صحابة سمعوا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وتجهزوا للعمرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وكانت سبعين من الابل وكان بينهم جمل ابو جهل من غزوة بدر كان ناوي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حتى جمل ابو جهل كهدي معه وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوياء وأثرياء الصحابة عثمان عبد الرحمن بن عوف وباقي الصحابة الأثرياء أرسلهم بهذا الابل لميقات دي الخليفة وهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمرة وإنها ترسل الهدي إلى الميقات فعليا ذهبوا أقوياء وأثرياء الصحابة إلى هذا الميقات بابل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى شهر شوال ودخلوا شهر القيدة وفي ليلة من الليالي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ولبس ثوبين من نسج يمني نسج صحار واللي هو الإحرام بس باقي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم ما نوانية الإحرام من بيتها بس لبس الإحرام واللي هو أصلا مشروع إلى يومنا هذا إنك تلبس الإحرام في بيتك بس نية الإحرام تكون في الميقات وهذا اللي حصل توجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذا الميقات وهناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الظهر أول ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر أمر بالإبل حقته أمر بهم وجههم للقبل وسوى شي عجيب ما عمرك سمعت فيه ولا عمري أنا سمعت فيه الحقيقة أنا انصدمت شي عجيب ما عمرك سمعت فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجرحون الإبل بشفرة في صفحة السنام الأيمن ويمسحون الدم بسرعة في تسوي علامة هذه العلامة عشان يعرف بأنها قربان لله وتدرون إش يسمى هذا في الفقه يسمى الإشعار إشعار الهدي يجرحون الهدي في السنام ويمسحونه في تسوي زي العلامة يعرفون بأنها قربان لله ومو بس كذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يلبسون الهدي بلبس وهي لا تزال موجهة للقبلة متخيل إن هذا كله في الفقه وما تدري عنها أنت أنا أول مرة الحقيقة أسمع فيه وطلعت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي سنة مشروعة طبعا هذا يسمى في الفقه بالتجليل تجليل الهدي وأعجب شيء خلاني الحقيقة أن صدم صدمة قوية إلى درجة أن هذا الشيء هو اللي خلاني أتوجه إلى الفقه خلاني أتوجه إلى الفقهاء عشان أتأكد من هذه المعلومة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقلد بالنعال يأخذون نسيج من صوف ويعلقون النعال فيها ويعلقون النسيج هذا على رقبة الإبل والشيء الصادم أن هذا كله كانوا يسوونها العرب قديما من زمان يسوون هذا الشيء في الهدي وتدري ليش كانوا يسوون العرب هذا الشيء قديما عشان إذا سافروا بالقربان هذه سافروا بها إلى مكة قطاع الطرق والسرقين اللي في الطريق يعرفون بأنها قربان لله سبحانه وتعالى فلا يقربونها حتى لو هذه الناقة تمشي لحالها لو مشت الحالة ما حد يلمسها أبدا لأنهم يعرفون بأنها قربان لله سبحانه وتعالى متخيلين يعني تخيل سارك يخاف الله كانوا السارقين زمان وقطاع الطرق يخشون الله سبحانه وتعالى مع أنه سارك فأجمع العلماء على أن مشركين زمان كانوا يخافون الله أكثر من مشركين هذا الزمان حتى السارق زمان كان يخاف من الله سبحانه وتعالى يخشى عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه فلا يقرب هذا القربان تماما الله المستعان إشحى لنا في هذا الزمان فهذه الأشياء يوم سواها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت سنة لنا أصبحت سنة في الهدي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وما نفاه المهم أن بعدها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أرسل صحابي من الصحابة عشان يشوف إيش سووا قريش بعد ما وصل لهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم للعمرة كان اسم هذا الصحابي بسر في انطلق بسر هذا لمكة هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الميقات صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الميقات ونوى بالإحرام ونوى الصحابة كلهم أنهم يحرمون للعمرة اسمه كل الصحابة أحرموا وكان فيها عسكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نووا بالعمرة ولا أحرموا وكان من هذول العسكر أبو قتادة كان وحش من وحوش الإسلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عشرين من فرسان الصحابة أمامها وكانوا كلهم رجال إلا أربعة من النساء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أم سلامها وأم عمارة رضي الله عنها اللي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ذكرناها قبل كده أم عمارة رضي الله عنها وأم منيع رضي الله عنها وأم عامر رضي الله عنهم أجمعين فمضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الميقات متجه إلى مكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يستنفر الأعراب اللي في الطريق للعمرة يؤمرهم بأنهم يخرجون للعمرة معهم فكانوا ينصدبون من موقف النبي صلى الله عليه وسلم ترى يا رسول الله أنت رايح لقريش تروح عند قريش وأنت قتلت منهم سبعين وأسرت سبعين في غزوة بدر من غير باقي الغزوات وتروح لهم بدون سلاح كانوا يقولون بينهم لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدا محد بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف انتهى أصبح النبي والصحابة من الماضي فكانوا يتعذرون بأشغالهم وأموالهم وعندي ولدي مريض وعندي تجارة الفلانية يتعذرون فمضى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يخشون في الله لوم تلائم فمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على بعض البدو وهم في الطريق وكانوا هذول البدو مشركي فعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام عليهم فرفضوا فاشترى منهم النبي صلى الله عليه وسلم لبن فطمحوا هذول البدوان بالفلوس اللي جاتهم فقاموا يعرضون ضبان والضبان صيد انطلقوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فكل صيد لكم حلا إلا ما صدتم أو صيد لكم فأكلوا الصحابة رضي الله عنهم المحرمين وغير المحرمين من هذه الضبان ومشوا حركوا طبعا هذا حكم نزل يقول أبو قتادة كنت من اللي ما أحرب وحنا نمشي إن قطعت جزمتي وانتوا بكرامة فاسترحت وكان معي أصحابي وكانوا كلهم محرمين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحنا جلسنا استرحنا وفي نفس الوقت كنت أخصف نعالي أربط طبعا كنت مدني وكنت أعدل في نعالي وأنا أعدل في نعالي شافوا أصحابي المحرمين حمار وحشي وهم شايفين الحمار الوحشي هذولا أنا منزل راسي وجالس أخصف ما شفت الحمار الوحشي وهم محرمين ما يمديهم يدقوني يقولولي ترى في حمار وحشي روح صيده لنا لأن الصيد إذا صار لهم هذا الصيد يصير حرام يصير حرام عليهم هذا الصيد ولا يستطيعون الأكل منه كان في خاطرهم يقولولي بس ما هم قادرين يعني كانوا يتمنون أني أشوفه من دوما يقولولي عيونهم تناظر في أبو قتادة يا أبو قتادة شوف الحمار الوحشي رحم والدي بس أبو قتادة رضي الله عنه جالس يصلح جزمته وانتوا بكرامة تكفي أبو قتادة شوفه بس في الأخير التفت أبو قتادة في شاف الحمار يقول فأقوم بأسرع سرعتي وأركب الخيل فمن سرعتي نسيت حتى سلاحي اللي أصيد فيه يقول فناديت على أصحابي أنكم ألقفون السلاح بس كلهم قالوا لا والله ما نعطيك شيء والله لا نعينك عليه بشيء حنا محرمين ولا نبغى الصيد ذا بس في نفسهم يبغون يعني بس يبغون تكون نيتهم طاهرة وهو نيته برضو أن ما يصيد لهم يقول فأنزل بسرعة وأخذ رمحي وأمطلي ما هي إلا شويتين إلا أبو قتادة راجع وهو معها الحمار ما أمدى أبو قتادة يحط الحمار لو نزلوا فيها أكل جالسوا يأكلون في هذا الحمار بس وهم يأكلون؟ قال واحد منهم متأكدين أن لحم حلال متأكدين أن وضعنا حلال كده حنا محرمين وجلسين ناكل لحم وش الوضع يعني؟ ناظروا البقية في بعضهم ووقفوا عن الأكل وتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو قتادة أطالع في ذا الحمار ولا ودي أني أترك شيء منه فأخذت لي عضل وصلنا عند النبي وسألناه عن حالنا وعننا هل هذا اللحم حلال ولا حرام وإش السالفة كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكن منه شيء يقول أبو قتادة فقلت نعم يا رسول الله أنا عندي العضل فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها كاملة حتى تعرقها تعرق وهو محرم وهذا يدل على أن لحم الحمار الوحشي حلال أما الحمار الأهلي فحرام هذه الأحداث كلها حصلت وهم ماشيين متجهين لمكة علمهم أن في رحلتهم هذه نزلت أحكام كثيرة حكم حلاقة الرأس وهو محرم وغيرها من الآيات والأحكام اللي نزلت وهم ماشيين في الطريق علمهم أن نرجع للأكش وإش اللي حصل بالضبط تذكرون الصحابي اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجيب أخبار أهل مكة أي نعم اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات وهم في الطريق إلا بسر اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوف أحوال قريش جاي بسره في وجهه الخوف وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قريش خرجت والله لا يريدون إلا الموت واقفين على مكة من تداخل مكة إلا بعد الدماء جهزوا جيوش ما بعدها واستعانوا ببعض قبائل العرب ومو بس كده يا رسول الله فخرجوا ومعهم العود والمطافي يعني أولادهم ونساؤهم خرجوهم معهم يا يرجعون منتصرين يا يروحون كلهم هم وأولادهم ونساؤهم قد لابسوا يا رسول الله جلود النمور ما بيرشعون أبدا إلا بعد دماء يعاهدون الله لا تدخل مكة أبدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ويحق قريش ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة يقصد به رقبته صلى الله عليه وسلم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة وكان يكثر المشاورة للصحابة لدرجة قوية جدا كان يشاور بكثرة للصحابة فقام المقداد رضي الله عنه وحش من وحوش الإسلام فقال يا رسول الله والله لو تسير بنى ورى مكة مو بس مكة تسير بنى ورى مكة يا رسول الله حين معك رقابنا أمامك يا رسول الله امش ولا عليك فيهم يا رسول الله لو يبغون السيوف أشهرناها فقام وسيد ابن الحضير رضي الله عنه وقال نرى أن نصمد لما خرجنا لها بس النبي ما كان يبغى قتال أبدا كان فقط يبغى يروح يعتمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أنه يحمل السلاح وهو معتمر رايح بيت الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نخرج لقتال أحد إنما خرجنا عمارة فجلس النبي يشاورهم ويكثر المشاورة لهم وجلسوا على حالهم هذا يتشاورون هذا يقول كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة إلين أخذهم الوقت إلا بجيوش قريش مقبلة من بعيد جاية جيوش قريش على المحرمين من المسلمين كانوا 200 فارس من فرسان قريش من مشركين كانوا جايين على النبي صلى الله عليه وسلم والمحرمين من الصحابة ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الفرسان إلا قليل كانوا غير محرمين ناظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا ب200 فارس من فرسان قريش من أقوياؤهم في ذيك اللحظة ما كان في أي خيار لا للنبي ولا للصحابة إلا أنهم يقفون صف واحد يظهرون لهم بأنهم أقوياء وجاهزين للقتال وهذا اللي حصل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ولا تحرك وفعليا قدمت الجيوش هذه وشافت النبي ووقفت مستعدين للقتال كانوا ناوينها دماء بس جلس النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة إلي جاء وقت الصلاة وصلوا صلاة الخوف وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاور الصحابة إلينا الليل كان فيه طريق سري ما حد يعرف فيه كان اسم الطريق هذا ذات الحنضة طريق وعرة جدا وما حد يروح له وكانت قريبة من المكان اللي كانوا فيه المسلمين فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال ما الرجل يدلنا على طريق ذات الحنضة كانت هذه الطريق تؤدي إلى الحديبية فقام واحد من الصحابة وقال أنا يا رسول الله أعرف الطريق فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم ومشه وراه مشى وراه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا 1400 صحابي معهم الإبل والخيول طبيعي لو مشوا الغبار يظهر ارتفع الغبار في السماء فشافوه جيوش المشركة جيوش قريش شافت هذا الغبار المرتفع بس مشوا المسلمين ولا همه مشوا وراه هذا الصحابي اللي يعرف هذا الطريق مشابهم إيلين وصل مرتفع يسمى بثانيات الحمضة وأول ما حطت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذه الثانية أحد إلا غفر الله له هذه بشارة فانطلقوا المسلمين كلهم يتسابقون عشان يتعدون هذه الثانية عشان الله سبحانه وتعالى يغفر له فغفر الله لمن تجاوز هذه الثانية كلهم مع ذا واحد ضاعت عليه ناقتها وجلس يلحقها وقال إني ألقى ناقتي خيرا لي من أن يغفر لي أبا بس ألحق ناقتي لحقها إيلين مات ورا ناقتها طبعا جيوش المشركين عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق مختصر وبما أنهم ما يعرفون وين هذا الطريق يؤدي جلسوا ويدورون للمسلمين في كل مكان كانوا يبغون يشوفون أي علامة تدل على أن المسلمين في هذا المكان فقط فكانوا يبحثون في كل مكان علمهم أن النبي والصحابة وصلوا لهذا المكان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشعلون النار ويسوون الأكل كانوا جوعانين كلهم فقال أمرهم النبي أنهم يشعلون النار فقالوا يا رسول الله إننا خاف من قريش أن ترانا لأشعلنا النار بيشوفونا المكان قريب من مكةه بيشوفونا يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم لن يروكم الله أكبر إن الله سيعينكم عليه يقولون الصحابة أشعلنا أكثر من خمسمائة نار وما رأونا قريش أبدا مع أنهم كانوا يطوفون حول هذا كل مكان وكانت الدنيا ظلام كانوا في بداية الشهر يعني القمر كان هلال في الظلام كان شديد جدا في أي نار رح تشعل سهل المشركين يرونها ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى أنظارهم عن ذاك المكان فما رأوهم قريش أبدا جلسوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا كل مكان إلين جاء وقت الرحيم فماشى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقتها القصوة مشابه النبي صلى الله عليه وسلم إلين وصلوا مرتفع من المرتفعات في هذه المنطقة وقفت القصوة وربضت فجأة ربضت ما عدت حركت أبدا فقاموا الصحابة ينترونها يقومونها ما قامت أبدا وكأنها تشوف شيء البقية ما يشوفه حاولوا لكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل ظنوا الصحابة إنها حزنت وتضايقت ناقت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خلأت يعني حزنت لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف سبب وقوفها وليش هي وقفت في هذا المكان ومعت حركت أبدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ما خلأت يعني ما حزنت ولا هو لها بعادة يعني ما كانت تحزن ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم سلوكها هذا مو بسلوكها ولكن حبزها حابس الفيل يقصد بالفيل اللي هو في الأبره يموقف الفيل وربض تماما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها أما والله لا يسألون لليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه المنطقة اللي ما كان فيها ماء تماما كان هذه المنطقة ما فيها ماء أبدا ما فيها إلا أبيار جافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا المكان فقال الصحابة يا رسول الله المكان نفيه ماء بس النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كنانته سهم فأعطى هذا السهم واحد من الصحابة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر حصلت بعدها معجزة عجيبة شدة واللي راح نذكرها بإذن الله في المقطع الجاي قد سمعت ببيعة الموت الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إنهم يموتون وإنهم ما يفرون أبدا مهما كانت النتائج كان أمامهم جيش كبير وما معهم أسرعة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إنهم يموتون في قصة اليوم قريش تقتل جمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفضهم الشديد لدخول مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يرمى بالسهام والحجارة والنباح كانوا الصحابة بموتون من العطش بس بسقت النبي صلى الله عليه وسلم وسهم من كنانته تسقي 1400 رجل من الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال أبدا جاي معتمر لمكة بس بعد ما وصل خبر مقتل أحد المبشرين بالجنة تغيرت مجرى القصة تماما هذه كلها رح نحكيها في قصة اليوم بعد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنطقة اللي اسمها الحديبية وقفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أي سابق انذار وقفت فجأة وكأنها ترى شيء أمامها حاولوا فيها الصحابة أنهم يحركونها بس ما تحركت تماما كانوا يظنون الصحابة بأن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم خلأت وحزنت ولا إنها بدت تعانت لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف إش اللي جالسة تشوف كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ترى نفس الشيء اللي شاف في الأبرها الحبشي كانت ترى شيء عجيب لا يراه أحد إلا حي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها ما خلأت ولا هو لها بعادة ولكن حبسها حابس الفيل واللي هو نفس الشيء اللي شاف في الأبرها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وقفت ناقته بأنهم ينزلون في نفسها ذاك المكان كانت الحديبية ما فيها ماء كل أبارها جافة وفيها القليل من الماء لكنها ما يكفي 1400 رجل يعني يكفي من 30 إلى 40 رجل لكن 1400 رجل فقالوا المنافقين أن محمد راح يقتن بحركات هذه وينزلنا في مكان ما فيه ماء بس صدمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من كنانته سهم وأمر بدلو وأعطى السهم والدلو هذا لصحابي اسمه ناجية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ناجية بأنه يجيب ماء قليل من واحدة من الأبيار هذه كان فيها ماء قليل لكن ما يكفي 1400 رجل وفعليا راح ناجية وجاب ماء قليل في هذا الدلو جابه للنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدلو وتمضمض وبسق فيه بسق في هذا الدلو وأمر ناجية بأنه يكب ماء هذا الدلو في أحد هذه الأبيار ويحرك الماء البير بهذا السهم يعني يخلط هذا البير بسهم النبي صلى الله عليه وسلم يمزج الماء اللي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماء هذا البير وحصل اللي ما توقحه المنافقين تماما خرج ناجية بسرعة من هذا البير وماء البير جالس يتزايد بشكل ملاحظ بدأ البير يتكاثر أمام عيون الجميع إلى درجة أن هذا البير بدأ يفيض بالماء يخرج الماء من هذا البير بشكل جدا عجيب وبدأوا الصحابة يكبرون ويهللون ويسبحون الله سبحانه وتعالى وفي الجهة المقابلة المنافقين منصدمين من المنظر اللي شافوه فبدأوا المنافقين يتكلمون مع بعضه بدأوا يقولون إيش اللي قاعد يصير أما أنا لنا أن نؤمن هذه معجزة أمام عيوننا لكن كبيرهم عبدالله بن أبي بن سلول قال يا حبيبي هذه عين انفجرت داخل البير لكن أنتم مجانين تحبون تهولون الأمور وتجعلون من كل شيء معجزة قد رأينا مثل هذا قبل بس بعد ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيبهم لمؤجزة النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية في هذه المنطقة جلسين يشربون في هذه الماء ويفكرون في إيش الخطة الجاية وإيش اللي بيسوونها بالضبط يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم بس بعد فترة بسيطة نزلت أمطار عليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه وتعالى يبشرهم بأن الله معهم فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم بهذه الأمطار وعلموا بأن اللي جالس يصيل لهم رحمة من الله كانت الأمطار غزيرة جدا إلى درجة أن أرجلهم غاصت في الماء طبعا الصحابة استبشروا لكن المنافقين كعادتهم لازم يقللون من كل شيء وقالوا هذي مي رحمة من الله ولا شيء هذا فصل الخريف يا جماعة الخير وهذه أمطار الخريف بس في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم رد الصحابة الله ورسوله أعلم فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وركز معايا يلي يؤمنوا بالأبراج قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مطرت بفضل الله فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني اللي قال أن هذه أمطار الخريف فذلك كافرون بي مؤمنون بالكواب أعتقد أن هذا الحديث يكطع الشك باليقين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خيموا في الحديبية وجلسوا فيها ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى وينتظرون فرج رب العالمين ولا زالوا صاملين على أنهم يعتمرون وأي واحد يوقف في طريقهم راح يقاتلون كان هذا رأيهم وهذا اللي ماشين عليه كله كان في شجرة موجودة في الحديبية شجرة كبيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكنسون اللي تحتها ويرتبون اللي تحتها وجمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تحت هذه الشجرة وخطب فيهم وقال فيهم الحديث المشهور تركت فيكم شيئين لن تظلوا بعدهما كتاب الله وسنتي كان هذا الحديث المشهور تحت شجرة الحديبية كان في حارس للنبي صلى الله عليه وسلم غامض ومددج بالأسلحة كان لابس الحديد من رأسه إلى رجوله حتى أن وجهه كان مغطى بالحديد كان هذا الشخص اسمه المغيرها بن شعبة اللي يشوفه ما يعرفه كان عظيم الجسد ضخ البنية يحرص النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يقدر يدافع عن نفسه فكان المغيرها بن شعبة غير محرم في ذاك الوقت وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعد هذه الخطبة جلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون أمر الله وفرجه إلا بشخص يمر عليه رجل من خزاعة مسافر كان جاي من تهامة قد مر هذا الشخص بقريش وشاف جيوش قريش وكيف أنهم مدججين بالأسلحة واقفين أمام مكة كان هذا الشخص اسمه بوديل كان بوديل هذا مستغرب من أمر قريش وش فيهم خارجين وشدينها زي كده ش فيهم خارجين بالأسلحة بس لقي جواب لي سؤاله بعد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديب وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشافهم محرمين كله وقريش مدججة بالأسلحة فعرف أن بينهم أمر فوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدرها عن أمر قريش وكان لسانه وقح شوية فقال يا محمد لقد اغتررت بقتال قومك والله ما أرى معك أحد لهوج وجيهكم مي وجيه قتال معين يراكم قوما لا سلاحة معكم فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقال كلمة هذه الحقيقة ما بقدر أقول لكم إياها لكن رح أقرب لكم المعنى بمعنى كل تراب لتفقد راسك وتأدم مع النبي صلى الله عليه وسلم يا وقه قال بوديل من هذا من أنت عشان تتكلم فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أبو بكر رضي الله عنه قال بوديل أما والله لو لا حق لك عندي لأجبتك يا جماعة الخير أنا ماني بضدكم لا أنا ولا قوم وإن عندي محمد أحب إلي من قريش والله العظيم إني مريت على قريش وشفتهم الدججين بالأسلحة وإني جايين لكم ناصح والله ما رأيت في قريش وفي عيونهم إلا الموت ولكن إذا تبهون رأيه أنا راح الحين أرجع لقريش أشوف إش اللي معه وفعليا رجع بوديل لقريش يبغى يكلمهم ويشوف إش اللي معه ووصل بوديل هذا إلى قريش وقال إش معكم على ما وش فيكم الدججين بالأسلحة الرجال معتمر جاي يعظم البيت قالوا قريش ما لك دخل أنت وخليك في دهات ما لأمك دخل لا تدخل في أمور ما لك فيها فقام واحد من قريش قال يا جماعة الخير خلونا نسمع الرجال دوبة كان عند محمد خلونا نسمع الرجال دامه راجع من محمد ممكن جايبنا خبر أو شيء فقال بوديل الرجال مو جاي للقتال وجاي يعتمر وأنتم شادينها عليه خلوا الرجال يعتمر أنا رأيت الهدي بعيوني والله مو جاي قاتلكم فقالوا قريش حتى لوجاي للعمرة فقط مو داخل البيت يعني مو داخل البيت زي ما قلنا لك وأنت يا بوديل خلك في تهامه يرحم لي والدي والدي لا تدخل في أمور ما لك فيها قال بوديل والله ما رأيت أشد من روسكم في روسكم حب ما أنطح أنتوا تعاملون بيت الله كأن بيتكم هذا بيت الله خلوا الرجال يعتمر زاد كبر قريش وقالت لها انقلع يا بوديل وما لك في السالفة فراح بوديل وسحب على السالفة كاملة وخرج منها زاد كبر قريش فراحت إلى قبيلة اسمها الأحابيش وكانت هذه القبيلة يعظمون بيت الله وقالوا لهم إن محمد يغزونا في بيت الله يا الأحابيش فازعتكم قاموا يرسلون أربعين فارس من فرسانهم يطوفون على معسكر النبي صلى الله عليه وسلم شوف الأذية كيف وصلت فيهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مجايا للقتال فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذول الأربعين أربعين فارس من فرسان قريش توجهوا لمعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية طبعا كانوا يطوفون على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ما يعلم وليحسب وجوده وكانت عيون قريش ممتدة من الحديبية إلى مكة يتناقلون الخبر من شخص لشخص زي السلسلة إلي أنت وصل لقريش لو قام محمد صلى الله عليه وسلم من مكانه وصل خبر قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش عبر هذه العيون ومو بس كذا قريش اتخذت خطوة تانية وبدت ترسل رجال من قومها يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون للنبي إنك تراجع أحسن يخوفونه بقريش وبأنهم تحالفوا مع قبائل العرب وكان من اللي أرسلتهم قريش رجل اسمه مكرس بن حفص توجه هذا الرجل إلى الحديبية فأول من وصل خبر مجيئة للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي هذا رجل غدار وصل هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع النبي وحاول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بقريش وإنهم خرجوا للموت فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مو خارجين للقتال أبدا إنما خرجنا معظمين لبيت الله سبحانه وتعالى واللي بيوقف في طريقنا راح نقاتل فرجع هذا الرجل إلى قريش وأخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأحابيش هنا بدوا يشكون في تصرفات قريش شكوا في تصرفاتهم وكأنهم مخبين شيء حسوا الأحابيش أن في عيون قريش شيء من الكذب العرب زمان كانوا فطينين فحسوا الكذب في قريش ورأوا في عيونهم الكذب الغدر وزي ما قلنا أن الأحابيش كانوا يعظمون بيت الله ويعظمون زوار بيت الله فقامت الأحابيش وأرسلوا سيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتأكدون بنفسهم يبقون يتأكدون من محمد بنفسهم ويكلمونه ويشوفون هالقريش فعليا صادقة ولا هم جالسين يكذبون كان اسم سيدهم الحليس ابن علقمان طبعا قريش ما كانوا يعرفون يعني أرسلوا سيدهم بالدسة فانطلق سيد الأحابيش إلى الحديب أول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي جايهم من الأحابيش عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم يعظمون بيت الله ويعظمون زوارها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان مليء بالحكمة قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وخلّاه على أطراف الحديبية عشان أول شيء يشوف هذا الرجل اللي جاي من الأحابيش اللي هو سيد الأحابيش يشوف الهدي أين يعرف سيد الأحابيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم و جاي للقتال جاي تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى فخلّى الهدي فعلياً أمام حينه فأول ما شاف سيد الأحابيش الهدي إن صدق وعرف أن فعلياً محمد جاي يزور بيت الله وإن قريش كذبت وغدرت وإن مو هذا الشيء اللي قالوا لهم قريش قالوا لهم بأن النبي جاي يغسوهم في الحرب فسيد الأحابيش ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأول ما شاف الهدي عرف بأن قريش هي اللي كذبت مو محمد قف على طول ورجع لقريش رجع لقريش وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقتناكم أي يصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس حليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد فقالت قريش مه مه يا حليس كف عنا كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا من نرضى به لا تدوشنا يا حليس فقام حليس قال هذا آخر ما بيني وبيلكم ما على هذا حالفناكم بكيفكم سووا ما بدى لكم ما نفعل لبيت الله ما فعلتم بيت الله وبيت الله لا تملكونا ولا تمنعون أحد من زيارة بيت الله فرافضوا محالفتهم على النبي صلى الله عليه وسلم هنا انكسرت شوكة قريش شويتين بعد انفصال الأحابيش عنه فقاموا يتناقشون مع بعضهم قالوا لازم ندفع محمد من هو رجل كبير فينا نبغى نرسل رجل كبير فينا إلى محمد يخوفه فعليا ويصده عنه من هو من هو من هو عروه عروه ابن مسعود عروه ابن مسعود عم المغيرة اللي أسلم مغيرها ابن شعبة خلونا نرسل عسى يدفع محمد أن أو ننال به من محمد شيء ففعليا أرسل عروه ابن مسعود اللي هو عم المغيرة ابن شعبة اللي هو واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم اللي مدجج بالأسلحة اللي مقنع بالحديث فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه فدخل عروه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل على النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كيف الصحابة يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة غريبة عروه ابن مسعود قد دخل على ملوك كثير بس تعجب من اللي شافه من الصحابة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعجب رأى هذا الشخص اللي مدجج بالحديد جنب النبي صلى الله عليه وسلم حاول يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش مستعدة للقتال لبست جلود النمور خرجت بأولادها ونساءها وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بشور قال له يا محمد لا يصبح الصباح إلا أن تراجع للمدينة نصيحة لك تراجعوا أحسن لك والله ما أنا لكم إلا بناء صحيح فقام أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبعا قال كلام ما أقدر أقوله لكم لكن رح أترجمه قال له شورك هذا تعرف وين توديه محنا راجعين حنا بنزور البيت يعني بنزور البيت واللي بيوقف في طريقنا راح نقتله سكت عروه ما قادر يرد على أبو بكر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واقف وساكت وأبو بكر هو اللي جالس يتكلم شوف الصحابة كيف يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عروه وأخذها الخوف ما قدر يرد ولا قدر يتكلم وهنا بدأ يخاف وبدأ يتوسل للنبي بدأ يطلب النبي ويلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم يلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مغيره يضرب يده مغيره بن شعبة اللي واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مد يده عروه بن مسعود يضرب يده يقوم يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم يلمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة يضرب يده طبعا المغيرة يعرف أن هذا عروة عمه هذا عمي جلس يضرب يده فقام يلمس مرة ثانية لحية النبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده المغيرة وقال أكف في يدك عن رسول الله قبل أن لا ترجع لك وقف عن لمسها قبل ما ترجع لك مرة ثانية هذا المغيرة قال من هو ذا دبحني ذا كل مرة يضرب يدي فتبسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ولد أخوك هذا ولد أخوي تكسد المغيرة هالغدار قد دبح منا مدركم آخ يا هذا البزر آخ يا صغارنا والله العظيم وحن شيبان يضربون يدينا بهذه الطريقة آه بس يا شق بطني فقف عروه بن مسعود وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملاحظ كيف أن الصحابة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصل عند قريش وقال لهم إني والله قد جئت قسر في ملكي وقيسر في ملكي والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قطر مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا يضعون رقابهم دونه والله لا يتوضأ محمد إلا وأصحابه يأخذون من وضوءه ولا تطيح منه شعره إلا ويتضاربون عليها من يأخذ الشعر ولا بسق إلا تسابقوا من تقع له لما أنتم يا قريش فروا رأيكم أنا مالي دخل في السالف بعدما توتر الأمر وصار الأمر غامض أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية لقريش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجمل من جماله جمل كان للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجه خراش لقريش بس أول ما شافت قريش جمل محمد صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد قالوا هذا محمد إي نعم هذا محمد يبغي يشيقاتنا هذا هو جمل محمد أخرجوا قريش سيوفهم وهجموا على خرش فقتلوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم وسقط خرش على الأرض فقام خرش يبغي يهرب كان يبغي ينجو بحياته فانطلقوا قريش ورا خرش فشافت الأحابيش اللي سوته قريش وهم يعرفون أنهم محرمين فقامت الأحابيش تدافع عن زوار بيت الله وزات غضبهم على قريش وقفوا أمام قريش تمنعهم من قتل خرش وقالوا والله لو ما تكفون لا تصير حرب بيننا وبينك هذولا محرمين ما يقدرون يقاتلونك فهرب خرش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينتظرون خرش ينتظرون الأخبار تجيهم بس وهم على هذا الحال إلا بالسهام تمطر عليهم السهام والحجارة من فوق الجبال تمطر عليهم الأربعين فارس اللي أرسلتهم قريش اللي كانوا يطوفون على المعسكر تجرؤوا وبدوا يرمون السهام والحجارة كانوا يخططون على أنهم يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعين رجل وكانوا من الصحابة عشرين فارس فقط غير معرمة أو أكثر بشوية فكانوا تقريبا عشرين فارس من الصحابة ضد أربعين من مشركين قريش فانطلقوا عليهم الصحابة يمنعونهم ويقاتلونهم فقاتلوهم إلين أسروهم كلهم طبعا ما قاتلوا أحد منهم أسروهم كلهم وجابوهم يسوقونهم للنبي صلى الله عليه وسلم بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبغى القتال فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ورجحهم لقريش قال ارجعوا عفى عنهما شوف حلم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا وهم أذلة رجعوا إلى قريش وصل خراش للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلاقط أنفاسه والخوف في وجهه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلوا جماله وأنهم كادوا يقتلونه فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشان يرسله لمكة عشان يحل المسألة هذه بس كان عمر يكره قريش كر عظيم جدا كان بين عمر رضي الله عنه وقريش عداوة قاسية وشديدة جدا حتى أول ما أسلم عمر كان يطلع لقريش يقول اجلدوني اضربوا أبا أحد يضربني أبا أحد يقتني لهالدرجة عمر بن خطاب كانت العداوة بينه وبين قريش وقال يا رسول الله إني أخاف أقاتل قريش أخاف أني أتهور وأسأل وأقاتله وقد عرفت قريش عدواني إياها وغلظتي عليها ولكن يا رسول الله أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان وكان عثمان بن عفان من تجار الصحابة وكان له منزلة في قريش فدع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأرسلها إلى قريش يخبرهم بأنها لم يأتي إلى الحرب وإنما جاء زائر لبيت الله سبحانه وتعالى معظما له وعثمان بن عفان في الطريق قابله رجل من قريش أول ما شافه أجاره عرف بأنها عثمان وكان عثمان له قيمة ومنزلة في قريش فدخل هذا الرجل إلى قريش وأجاره فدخل عثمان بن عفان ووصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وقال لهم أنا عثمان بن عفان والنبي صلى الله عليه وسلم آتي معظما للبيت لا يريد القتال أبدا قالت قريش إن شئت يا عثمان أنت طوف في البيت فطوف به طوف به الحين خل محمد حين نتفاهم معه أما أنت دام دامك يعني مجار طوف بالبيت الحين ما لك دخل في محمد فقام عثمان بن عفان وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع خبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بس وصل خبر بأن عثمان قتل بأن قريش قتلت عثمان بن عفان بعد هذا الخبر انصدم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على إنهم يبايعونه تحت الشجرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على إنهم يبايعونه على الموت وإنهم لا يفرون أبدا فبايعوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت كلهم كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه في بعض وكانت هذهك بيعة عثمان بن حفر وبايعوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى إنهم لا يفرون أبدا تخيل إن قريش تأخذ مسلم من بين الصحابة أمام عيون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يسوي شيء أبدا وهذا المسلم يجر أمامهم ويصرخ يا معشر المسلمين يستنجد ولا أحد قدر يسوي شيء أبدا من شدة صدمة الصحابة رضي الله عنه من الأحداث اللي حصلت قالوا إنهم كادوا يهلكوا في قصة اليوم المشركين دخلوا الحديبية ولا أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم قدر يقول شيء وإيش اللي حصل بالضبط وإيش سبب سكوت المسلمين على أفعال قريش وليش ما قدروا يسوون شيء أبدا كل هذا بنعرفه في قصة اليوم طبعا زي ما قلنا القصة الماضية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلهم مقتل عثمان بن عفان كان الخبر مؤكيد لكن الخبر جدا فاجع وخاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم للتو أرسل عثمان بن عفان عشان يقنع عقول قريش مع أن قريش كانت صاملة في موقفها فكانت قريش جدا صاملة في موقفها فخبر مقتل عثمان بن عفان كان جدا مصدق جدا واقي فبعد ما وصل هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على إنهم يبايعونه على القتال حتى الموت كانوا ناوين يقاتلون ولا معهم سلاح كثير فقط حق الحماية في الطريق يعني كم درء وكم سيف يعني حماية فقط من قطاع الطرق مول معركة ضخمة مع قبيلة عريقة زي قريش والمصيبة ما كانت هي الوحدة كان معهم حلفاء يعني سعانوا بقبائل العرب فقاموا الصحابة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فكانوا الصحابة كلهم يجون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مصافحا يصافحهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد فكان تعب على النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر بن الخطاب من أوائل اللي بايعوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت فبعد ما بايع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم مسك يد الرسول صلى الله عليه وسلم من تحت مسكها من تحت عشان يتكي النبي صلى الله عليه وسلم على يده وما يتعب النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحة 1400 صحاب فكان عمر بن الخطاب واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم ماسك يده فبايعوا كلهم ما عاد رجل اندس تحت جمل متخبي تحت الجمل يرجو بأنهم لا يرون خايف أحد يعرف مكانه ويجبرونه على البيعات علمهم إنه هو الوحيد اللي ما بايع فقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينات عليهم وأثابهم فتحا قريبا تتذكرون سلمها ابن الأكوع اللي في غزوة الغابة الصحابي اللي أسرع من الخيل صحابي سريع جدا كان جدا سريع كان هذا الصحابي يسبق الخيل وكان من أشجع الصحابة ومن أكبرهم ضخم جدا وجهوري الصوت يقول سلمها ابن الأكوع أنا اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات على الموت فيحكي سلمها ابن الأكوع موقف يقول أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم درع عشان الحر وهذه كانت قبل البيعة ودعان النبي صلى الله عليه وسلم على إن نبايعه على الموت فكنت من أوائل اللي بايعه على الموت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ووقفت متحمس متحمسين لفتح مكة كنا مؤمنين بأننا راح نفتح مكة بسبب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وثقة بالله سبحانه وتعالى ونصره يقول فكنت أنا واقف متحمس للقتح وأنا أشوف الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نظر لي النبي صلى الله عليه وسلم وقال بايع يا سلمة يقول فقلت باعتك يا رسول الله باعتك في أول النهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني مرة ثانية بايع باعت النبي صلى الله عليه وسلم على الموت للمرة الثانية وقفت متحمس لفتح مكة وأنا أناظر الصحابة وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت والصحابة يبايعون مر بي عمي مر من عندي عمي وكان عمي لا يملك درع وبيدي درع وأنا سلمة بن الأكوى من شجعان الصحابة بس بعد فترة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمة وقال بايع يا سلمة يقول فقلت بايعتك يا رسول الله بايعتك في أول الناس وأوسطهم يعني مرتين يا رسول الله بايعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني للمرة الثالثة أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت فباعت النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة فمن شجاعة سلمة ابن الأكوح وقوة من بين الصحابة كلهم بايعها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن سلمة ابن الأكوح كان زي البطل بين الصحابة وعشان يشجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال لنشوفوا سلمة بايع ثلاثة مرات بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت يقول سلمة بعد البيع عسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شاف أن درعه مو معه يقول فآثرت على نفسي وأعطيت درعي لعمي يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيتها عمي فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كالذي قال الأول اللهم بلغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي إنك يا سلامة جلست من دون درعه وعرضت نفسك للموت حتى حبا في عمك خلاص الصحابة تسلحوا ونووا على القتال وكان في نيتهم أنهم يفتحون مكة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وكان في قلوبهم إيمان بأن مكة لهم وإن في هذه السنة راح يفتحون مكة داخلين مكة يعني داخلين مكة كانت آمالهم فوق إن قوة ثقتهم بأنهم راح يفتحون مكة افتدوا بأرواحهم لله سبحانه وتعالى في سبيل الله اصطفوا الصحابة وتجاهزوا خلاص جاهزين للقتال دامهم قتلوا إثمان بن عفان راح نقاتلهم وراح نفتح مكة بس بعد فترة بسيطة إلا برجل يجي من بعيد راكب على خيله جاي بخبر خبر صادم للصحابة كله وصلهم هذا الرجل وقال عثمان بن عفان لم يقبل بل هو محبوس عند قريش حبسوه عندهم وعثمان بن عفان لا يزال الحي فاطمأنه الصحابة اطمأنه بهذا الخبر الجميل عثمان بن عفان لا زال الحي لكن راح نفتح مكة يعني راح نفتح مكة ما في شي موقفنا عن فتح مكة بإذن الله سبحانه وتعالى والصحابة مستبشرين وجاهزين للقتال مستعدين لهذه الجيوش اللي بتبهر يعني كانوا واقفين متجهزين للسيوف خلاص كل واحد مسخ جاهز للقتال سهيل بن عمر إلا برجل من قريش قادم من بعيد من بعيد جاي بخيلة الصحابة كانوا منتظرين جيوش هذا الرجل وحده جاي كان سهيل بن عمر قادم من بعيد على خيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد القوم صلح حين بعثوا هذا الرجل وصل سهيل وقال إن قريش تطلب الصلح قريش تطلب الصلح حين قد جهزنا صحابة جاهزين للقتال والحين تطلبون الصلح فبعض الصحابة استبشر والثانين شكوا في هذا الصلح فقال سهيل بن عمر ارجع عنا عامنا هذا فوالله لا تحدث العرب أنه دخل علينا عنوة أبدا قريش ما تبغاك تدخل أبدا في هذه السنة لأنك يا محمد لو دخلت علينا هذه السنة كأنك غصبتنا وجريتنا زي الكلاب لك ودخلت علينا عنوة بعيرونا بدخولك علينا خاصة بعد حربك لنا سنين فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع سويل ويتفق معاه على الصلح وكان الصلح لمدة عشر سنين وإن المسلمين يرجعون ولا يعتمرون لا يعتمرون هذه السنة سنة كاملة ما يعتمرون فيها يرجعون للمدينة من دون عمر ألين السنة الجاية بكيفه أما السنة هذه من تداخلي مكة بين الصحابة تقطعت قلوبه كانت الثقة عندهم في مرحلة حالية جدا كانوا خلاص واثقين بأنه راح يفتحون مكة خلل العمر على جنب بنفتح مكة مسألةنا الحين ما نعتمر برضو هذه ما هي في عقولنا شفتي إذا جيت متحمس لشيء ومتأكد أنه بيصير ومن بعدها هذا الشيء مو بس يتكنسل يقلب هذا الشيء ضدك خلاص الصحابة مو مصدقين اللي صار وبدأ الزعل يوصل فيهم مراحل شديدة جدا بس ما يقدرون يسون شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا كابتين زعلهم وكان منهم عمر بن الخطوة وعداوتا مع قريش وصلت مراحل ومسألة أنهم يدخلون هذا الصلح في وجيه المسلمين كانت كبيرة عند عمر كان بينفجر من السحلة ما كان هنا نهاية الصلح ما كان هنا نهاية هضم حقوق المسلمين فقال سحيل على أنه من آت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رده عليهم وإذا هاجر من دون علمنا ووصل عندكم تردونه لنا ومن جاء من قريش ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترده قريش عليه أي واحد يرتد من المسلمين عن دينه ويرجع لمكة ما لكون فيه أبدا دخل يرجع لنا سليم ولا تلمسونه أبدا قد شفت حركة الموية وهي تغلي لو تفتح عروق الصحابة في هديك الوقت تشوف دماؤهم تغلي من الزحل خلاص وصلت معاه ود الواحد يبكي سنة من قوة القهر والغيث بس ما يقدرون يسون شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي من الله الصلح ما كان فيها عدل أبدا بس النبي صلى الله عليه وسلم وافد وفعلة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله بس عمر بن الخطاب ظهر على وجه عدم الرضا أبدا وشاف أبو بكر في وجه عمر بن الخطاب عدم الرضا حصل بينهم نقاش بس أبو بكر قال لعمر يا عمر الزم غرزح خلك مع رسول الله مهما كان فإني أشهد أنه رسول الله وجولها أبو بكر وملامحة تحكي وتقول من لحمه لحمي ومن دمه دمي وعلى محبته أموت وأحشر أبو بكر قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لا يفارق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب وأنا أشهد بأنه رسول الله ولكني ما أقدر أخبلي في قلب ما أقدر أسكت فأبا عمر بن الخطاب إلا أن يعلن ما في نفسه فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل يكتبون الكتاب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألست برسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فقال عمر أولسنا بالمسلمين أولسنا على الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قال أوليسوا بالمشركين يا رسول الله أوليسوا على الباطل يقولها وقلبه محروك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله فعلى ما نقبل الدنيا في ديننا فعلى ما نعطى الدنيا في ديننا يا رسول الله يقولها ووده يبكي دم من قوة الغبنة ومن قوة الحرقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعه فكان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي فتنحى عمر بن الخطاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إنه يجيب الكتاب فجاء علي بن أبي طالب بالكتاب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتب باسم الله الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى اللي ما يعرفونها المشرك فقال سهيل المشرك لا لا أعرف هذا ما أعرف لا الرحمن ولا الرحمن هذه ما نعرفها من أسماء الله ولكن أكتب كما نعرف باسمك اللهم هذا اللي نعرفه حنا يا قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكتب أكتب باسمك اللهم فمحى علي رضي الله عنه باسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر وعلي يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كل حرف يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بس سهيل وقفها وقال أي رسول الله رسول الله لو أني أؤمن بأنك رسول الله ما قاتلتك ولكن يكتب اسمك واسم أبوك حينما نؤمن بأنك رسول الصحابة مو ناكسين الضغط ذا كله ضغط نفسي قوي جدا وهذا يستفزهم بهذا الكلام وعلي رضي الله عنه بينفجر خلاص بسم الله الرحمن الرحيم ومساحته أما رسول الله والله ما مسحها والله ما مسحتها ولن أمسحها أبدا سهيل بن عمر استفز علي بن أبي طالب استفساز قوي جدا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي إنه يمسح كلمة رسول الله ويكتب بدلها محمد بن عبد الله بس علي بن أبي طالب رفض رفض يمسحها لو تروح رقبتي والله ما مسحتها والله لو أقتل دفاعا عنك من شدة محبته بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به رفض إنه يمسح رسول الله شوف الصحابة زمان كيف محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف حالنا الحين الله المستعان فرد علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أمحاك أبدا والله لا أمحاك يا رسول الله أبدا النبي أمي لا يعرف يقرأ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلمه وين الكلمة فعلما علي بن أبي طالب وين الكلمة مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه وأمره يكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر اصطلح على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعقد الصلح طويل شويتين خلاص العقد كتب وختم النبي صلى الله عليه وسلم بختم على ورقة الصلح وقطع هذا الهدوء صراخ ولد سهيل بن عمر سهيل المشري اللي بيدها الصلح كان اسمه أبو جندل بن سهيل بن عمر كان يقول آمنت بالله وأنا مسلم بس قد فات الأوان فات الأوان وكتبوا العقد وختم النبي صلى الله عليه وسلم على العقد الموقف كان مؤثر جدا للصحابة أبو جندل أسلم فوقف النبي والصحابة ما يدرون إش يسوون بس طالع سهيل لولده وضربه على وجهه صفعه على وجهه صفعه وأخذه من جلابيبه وسحبه وجره أمام المسلمين يجر أمامه يا محتر المسلمين وهو يصرخ في المسلمين يا محشر المسلمين آمنت بالله يا محشر المسلمين صحابة موناكسين مرة موناكسين الموقف هذا موناكسين أبدا تحامل في قلوبهم أكثر من شيء لكن الموقف هذا ما يبغلون يشوفونه أبدا فالتفت سهيل المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد قد انتهت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قد وقعنا على الصلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت فكان أبو جندل يصيح يا معشر المسلمين أردوا إلى المشركين يفتنونني في ديني عمر بن الخطاب خلاص وصلت معاه طبخ انطبخ من جوا محروق جدا وكلام أبو جندل ضرب في مكان حار في قلبه فاستنجاده وصوته وهو يصير جرن في إذن عمر بس النبي صلى الله عليه وسلم قام يكلم أبو جندل وهو يجرن يقول يا أبا جندل يا أبا جندل احتسب فإن الله جائل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إن قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا وأعطونا عهدا ولا نخدر به خلاص عمر بن الخطاب بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصراخ أبو جندل انفجر عمر بن الخطاب وقام ممكانه وتوجه بسرعة إلى أبو جندل فكان يمشي جنب أبو جندل وهو يجرن يقرب منه ويقرب سيفه لأبو جندل عسى أبو جندل يأخذ سيف عمر بن الخطاب ويقول يا أبا جندل فإنهم من المشركين وإنما دم أحدهم دم كل يعني خذ السيف يا أبو جندل خذ السيف لا عليك فيهم مهما كان هو أبوك أو قريبك فإنه دمه دم كل كان عمر بن الخطاب يكرر كلامه ويقرب سيفه من أبو جندل عسى إنه يأخذ سيفه بس ما قدر أبو جندل لأنه سهيل بن عمر كان أبوه نفسية الصحابة بعد الموقف هذا والصراخ اللي حصل والموقف الصعب اللي شافوه وصلت إلى مرحلة جدا صعبة ود الواحد إنه يختفي من على وجه الأرض يقولون الصحابة في هداك الموقف كدنا نهلك من قوة الحزن والزعل والغير كلها تجمعت علينا كده ودنا نختفي ودنا نخرج من الأرض من فتح مكة لهذا الموقف وبعد الصلح هذا زاد المشركين حين حتى ودخلوا المشركين الحديبية وصاروا يجلسون مع الصحابة من قوة المحاقرة اللي فيهم يا رجل أنا طبخت وأنا أقرأ القصة فبدوا يدخلون ويجلسون جنب الصحابة وكان الواحد يقعد يسب ويتكلم فيهم ولا يقدرون الصحابة يسعون شيء فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يأمرهم ويقول لهم قوموا فانحروا ثم حلقوا يأمرهم بأنهم يحلقون وينحرون الهدي بسبب أنهم ما قادروا يعتمرون ما كملوا عمره أسمحت استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هم مصدقين أبدا الموقف كان صادم إلى درجة أن الصحابة مو مصدقين شفتي إذا وصلت لمرحلة إنا لا 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 هنبنا نعتمر لا لا اسبر اسبر شويتين خلاص وصلوا مرحلة قوية ما هد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم معه إن كرر أمر هذا ثلاث مرات ما هد استجاب كانت أحلامهم بأنهم يفتحون مكة وانتهى كل الأمر في لحظات بدخل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتها أم سلمة وكانت معا وقال لها إش اللي صار كلها وكيف أن الصحابة في هذه الحالة مصدقين إش اللي قاعد يصير فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أخرج ثم لا تكلم أحدا منك لا تكلم أحدا منهم أبدها حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحل أتحب ذلك يعني تحطهم في الأمر الواقع خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الشيء يعني ما في عمرها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بشور أم سلمة زوجتها وعشان يقطع شك الصحابة بأن الأمر قضي فأمر بهديها وكان منهم جمل أبو جهل من غزوة بتل أخذه وذبحها أمام قريش وكانوا يعرفون جمل أبو جهل كان معروف ذبحها أمام المشركين فزات غيظ المشركين بعدما شافوا جمل أبو جهل يذبح كقربان لله فكانت هذه الحركة كافية بأنها تسكتوا وتذكرهم بها زايمهم وماضيهم وبعدما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رضيه الصحابة بالأمر الواقع وقام كل واحد ينحر الهدي وحلقوا بعضهم وود الواحد وهو يحلقه يقش الراس اللي قدامه من قوة الغيظ والغضب اللي فيهم يقولون الصحابة كنا نحلق بعضنا حتى كاد بعضهم يقتلوا بعضا من الغيظ يحلق الثاني ود ما تصب على وجيه خلاص مو يحلق يقص نص الجلد هذا كله والحديبية امثلت مشركين يعني انت شايف قد ايش الغيظ اللي وصل فيه كان في مجموعة من المشركين كانوا أربع ما كانوا مزبوطين هذول الأربع كانوا في الحديبية وكانت نظراتهم شرانية كانوا ناوين على شر وهم يمشون في الحديبية شافوا واحد من المسلمين اسمه ابن زني شافوه لوحدة وهم أربع نظراتهم لا كانت غريبة يقول سلمها ابن الأكوع يمشفت الحال كده وكيف ان المشركين اختلطوا بالمسلمين ورحت الوحدي وكنست تحت شجرة من أشجر الحديبية عشان أجلس تحتها وقلبي بينفجر من الزع إلا بهذول الأربع من المشركين جايين من بعيد وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم يقول سلمها ابن الأكوع من شدة كلامهم ونجاسة منطوقهم ما قدرت أجلس تحت الشجرة وعرفنا ما بيدي شيء أسويه وقمت من تحت الشجرة اللي أنا كنستها وروحت ودورت لي شجرة ثانية وما كان في إلا شجرة قريبة من عندهم يقول سلمها ابن الأكوع قاموا هذولة الأربعة وجلسوا بكل وقاحة تحت الشجرة اللي كنستها وعلقوا أسلحتهم على هذه الشجرة وكانوا هذول الأربعة يتكلمون عن قتلهم لشخص يقول أنا بنفجر خلاص أنا خلاص أصلاً اللي حصل كافي علي بس فجأة إلا بخبر مقتل ابن زنيب يقول سلمة بن الأكوح أول ما سمعت هذا الخبر عرفت أنهم هذول الأربعة كان سلمة بن الأكوح سريع جداً يسبق الخيل يقول فنقست عليهم بسيفي بسرعة لدرجة ما أمدى الواحد يقوم مما كان أو يرفع رهزه كانت يد سلمة بن الأكوح كبيرة جداً يقول فانتزعت أسلحتهم من على الشجرة كلها انتزعتها بيد واحدة فقط وأنظر له هذه كلها في لحظات فقال سلمة بن الأكوح والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه يا ويل أمه محش حر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة بعد ما قسم رجل من المشركين إلى نصفين واحد من الصحابة يغلب تسعين من المشركين يربطهم ويجرهم للنبي صلى الله عليه وسلم يجرهم جر للنبي صلى الله عليه وسلم بس أول ما شافهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تتخيلش قال وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم صعب كل هذا راح نحكيه في قصة اليوم بعد صلح الحديبية اللي بين المسلمين والمشركين دخلوا المشركين على المسلمين في الحديبية لأنهم خلاص صار بينهم صلح لمدة عشر سنين ووقف القتال وبدأ السفهاء من المشركين يتكلمون في المسلمين على راحتهم ويسبون فيهم وينالون منهم بألسنتهم الكثير خلاص متطمنين من أنه ما في أحد رح يسوي لهم شيء ووصلت فيهم السفاهة إلى درجة أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلامة يا ابن الأكواح بعد ما دخلوا المشركين إلى الحديبية كان في أربعة من المشركين باين في وجيههم الخبث ما كانوا مزبوطين وناوين على بلان ناوين يسوون شيء خبيث يقول سلامة يا ابن الأكواح أول ما وصلني خبر مقتل ابن زنيم عرفت أن منهم هذولة الأربعة الخبال عرفت أن لهم دخل في السالفة وسلامة يا ابن الأكواح زي ما قلنا قبل كذا كان سريع جدا كان يسبق الخيل يعني يقول فانطلقت في لحظات بسيطة انتزعت أسلحتهم اللي كانت معلقة على الشجرة ناظر فيهم وقال والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا قطعت أنوقه إذا أنت رجال فعليا ارفع رأسك جلسوا ومنزلين روسهم زي الكلاح رمالهم سلمة ابن الأكواح بعض الحبال وقال لهم ربطوا أنفسكم بأنفسكم وقدامي على النبي صلى الله عليه وسلم يلا قدامي الحين بسرعة بس هذولة الأربعة ما كانوا لوحدهم بعد انتشار خبر مقتل ابن زنيم ظنوا المشركين بأن عقد الصلح نقد خلاص تكنسل كل شيء فقاموا المشركين والمسلمين يتصايحون مع بحض صار في مشادة قوية بين الصحابة والمشركين الصحابة يصيحون ويقولون نقد الصلح والمشركين مستعدين بسيوفه بس في رجل واحد اللي هو عم سلمة ابن الأكواح كان اسمه عامر وكان عامر رضي الله عنه حتى هو كان سريع جدا انطلقوا كتف تسعين رجل لوحده كل ما يمر على مجموعة يكتفهم بالحبال وكانوا كلهم من المشركين فكتف تسعين رجل من المشركين وساقهم للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جاك فضول تعرف من هو عامر هذا عامر رضي الله عنه حتى هو له قصة غريبة جدا فكان سبب اسلام عامر رضي الله عنه ذئب ايه نعم سمعتني ذيب موجود في الصحر واخبره ببعتة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا سبب اسلام عامر عم سلمها ابن الأكواح العائلة كذا كلها على بعضها غريبة جدا خلونا نرجع للمهمة الحين اول ما وصلوا التسعين مشرك للنبي صلى الله عليه وسلم في موقف صادم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم امرهم بانهم يتركون وان الصلح لا ينقض لا ينقض الصلح بفعلتهم هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء يعني يكون لهؤلاء الفئة اول الغدر واخرة يعني بيغدرون مرتين مو مرة واحدة يعني باقي بيغدرون مرة ثانية بس اصبروا وقصة غدرهم راح نذكرها ان شاء الله عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلح يبقى زي ما هو بعد ثلاثة ايام والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قرروا انهم يتجهزون ويرجعون الى المدينة رجعوا الى المدينة مرة ثانية بس والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة راجعين الى المدينة سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن امر كان يجري في عقولهم وقلوبهم مراضية عن الحدث اللي حصل فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله حن فكرنا يا رسول الله اننا بندخل مكة بل فكرنا يا رسول الله اننا رح نفتح مكة أما اننا يا رسول الله كانت فوق والحين تحطمت فكرنا اننا بندخل مكة آمنين من دون أي حر يا رسول الله حن من جوة متقطعين من اللي حصل فنبغى جواب للي حصل يا رسول الله ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى أفقلت لكم من عامي هذا قالوا لا يا رسول الله ما قلت أنا زي كده ما حددت أي عام بيكون قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال لي جبريل عليه السلام كل اللي حصل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنه وقال له جبريل عليه السلام عن كل الأحداث اللي حصلت يعني عليكم بالصبر وبتشوفون نصر الله قريب وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للمدينة وكانوا فرحانين ومرتحين بشوفة المدينة المدينة كان فيها طمأنينة ولا زالت الطمأنينة في المدينة إلى يوم كهذا حتى يم تدخل المدينة الحين تحس فيها بانتماء رجعوا الصحابة لحياتهم السابقة رجعوا لزوجاتهم وأبناؤهم بس هذه المرة كانت من دون أي حرفة فكانوا عايشين في سلام بس بعد فترة بسيطة إلا برجل مقبل من مكة إلى المدينة جاي مهاجر وجاي بعفشة وأغراضة كلها معه هذا الشخص قد أسلم وجاي مهاجر إلى المدينة وهذا مخالف للصلح اللي حصل بين المسلمين وقريش بأن أي أحد يسلم من قريش لا يهاجر إلى المدينة أبدا ويبقى في مكة غصبا عنه فما يصير اللي سواها أبدا المفروض أنه ما يهاجر أبدا ويجلس في مكة ويصبر على الأذى كله كان اسمه عتبة بن أسيدة ويلقب بأبو بصير أول ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا هاجرت إلى الله ورسوله ولا أبغى أرجع إلى قريش أبدا هذول القوم مضلين ضالين يبغون يغيرون ديني غصبا عني بس فجأة إلا برجال جايين من قريش كانوا مشركين كانوا جايين ياخذون أبو بصير يبغون يجرونه من المدينة يرجعونه إلى مكة بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغدر وإن الله جاعل لك ولممعك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق إلى قومك فقال أبو بصير يا رسول الله أتردني يا رسول الله إلى المشركين يفتنونني في ديني الأمر صعب علينا يا رسول الله خرج أبو بصير بعد مشقة الهجرة والسفر يلمع أفشا من جديد ويرجع مع هذول الأثنين يرجع إلى مكة والنبي والصحابة واقفين طبعا الموقف مؤثر جدا ذكر الصحابة بموقف أبو جندل وقلوب الصحابة تحكي وتقول بيجيكم يوم يا ظلمة حنا اللي راح نغلبكم بإذن الله أبو بصير مغبون على اللي حصل هاجر وتعب ووصل إلى المسلمين ويرجع في نفس الوقت اللي جاء فيه يرجعون بهذا الشكل المخزي فجلس أبو بصير يفكر في فكرة لأن الوضع ما كان عاجب جلس يفكر طول الطريق في مخرج من الحالة اللي هو فيها وهم يمشون استراحوا في منطقة اسمها ذو الحليفة اللي هو ميقات ذو الحليفة جلسوا هناك وكان أبو بصير معاهم كان جالس معاهم وكان يمثل عليهم بأنه بخير وأموره تمام وله مغبون ولا شيء وهم جالسين مبسوطين سوالف وفلة قال أبو بصير لواحد منهم أصار من سيفك أحدا؟ سيفك حاد جد ولا ماشا؟ يعني مو مرة حاد يعني فرد عليه المشرك وقال أفاه عليك أفاه عليك تقول هذا الكلام؟ حد سيفي لو تشوفه ينقطع خاطرك ايه حد سيفي يقطعك من بعيد قال أبو بصير لا 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 زوتها ما كده ما يصير كده يعني واضح ان سيفك حاد ما شاء الله تبارك الله خليني اشوفه شيك عليك خليني اشوفه قال انظر انشئت انا تفكرني اكذب عليك انا شوف شوف سيفي خذه وشوف قال هاته هاته يا عدو والله انا ابغى اشوفه واجرب عليك بعد بس قالها في نفسه يعني ما قالها بصوتها فاستله ابو بصير واهبده بالسيف الا هو نصفين الا عموده الفقري نصفين مقسومة امام عين صاحبه المشرك التفت المشرك الثاني ويشوف صاحبه وامعاءه وقلبه في الارض وابو بصير يطالع فيه مثل الديب يوم شاف المشرك ابو بصير ناوي عليه فكس برنت ورجع الى المدينة راجح يبغى ينجو بحياته عارف ان ابو بصير بيقتله بيقتله كان راجح الى المدينة متخيل كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يناظر الا بهذا الرجل الخارج ووجهه مليان بالرعب فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم طالع بهذا الوجه قال ان هذا الرجل قد رأى فزح من قوة ملامحه المفزوعة فتخبه هذا الرجل بين المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ماله تخبه بين الصحابة وكان يقول ابو بصير قتله ابو بصير قتله فالصحابة يقولون قتل مين يا ابن الحلال وش اللي قاعد تقول انت قال ابو بصير قتل صاحبي ابو بصير قتل صاحبك ماهي الا ثواني الا ابو بصير مع سيفه خارج من التبه من هناك ماشي مشيه ونافخ صدره مشيت منتصر معتز بالاسلام متوجه الى هذا المشرك والمشرك واقف ورا الصحابة يعني متخبي وراح وصل ابو بصير عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وفت ذمتك وادى الله عنك اسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني ان افتن فيه او يعبث بي او يعذبونني وفيت يا رسول الله وصدقت عهدك ولا نقضت العهد ابدا اللي سويته مني فيني حماية لي ما لكم يا المسلمين دخل في اللي سويته انا ما راح اسلم نفسي ابدا لقريش ولا راح اجلس في المدينة ولا راح ألجأ لكم انا ببقى حر ودافع عن ديني حتى اقتل غير كذا ما راح يصير ابدا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويلة امه محش حر لو كان معه رجال يعني هذا بس يفتقد الرجال ولا هو حق حروب رجل حق عزه طبعا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها صدى يتردد في نفس ابو بصير رفعت من معنوياتها وبدأت الفكرة تجري في دماغ ابو بصير بانه مهما كان يبقى معتز بدينه ما كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فما وقفت عند ابو بصير ابدا وصدى هذه الكلمة بدأ يتردد لينوصل الى المستضعفين اللي موجودين في مكة المستضعفين من المسلمين يسمعوا بابو بصير وكيف انه وحش من وحوش الاسلام وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سبحانه وتعالى سيجعل على يدين ابو بصير فرج لهم وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يلمح لو ان كان له بس رجال او كان معه رجال فقط فكانوا يبغون يعرفون وين ابو بصير هذا وين راح بعد ما رجع من المدينة كانوا يبغون ينضمون له والخبر الصادم بان ابو بصير قرر بانه يتحول من شخص عادي الى قاطع طيق ثم كان يبغى يعيش لوحده ومع نفسه كان رجل فعليا محش يحر قرر ابو بصير بانه يجعل حياة قريش عبارة عن جحيم يحولها الى جحيم تماما فتوجه ابو بصير الى ساحل البحر الى طريق كان مخصص لقوافل قريش واللي كانت جاية من الشعر وصل ابو بصير هناك ليبدأ حياة مختلفة تماما حياة قطاع الطرق كان ابو بصير جالس الوحدة يفكر في هذه المهنة وكيف بيبدأ هذه المهنة الوحدة كيف بيكتع طريق هذه القوافل اللي مليانة بالحراس الوحدة يعني كان الامر شبه مستحيل كان يتمنى يكون معه واحد اثنين يساعدون لكن انصدم بسبعين رجل من المسلمين سبعين رجل على رأسهم ابو جندل ايه نعم ابو جندل ابن سهيل ابن عمر اللي انجر امام المسلمين من قبل قريش بعد صلح الحديبية وصل خبر ابو بصير للمسلمين المستضعفين في مكة وان ابو بصير قرر انه يصبح قاطع طريق وانه في المكان الفلاني على ساحل البحر فهرب ابو جندل من مكة وهرب معه سبعين رجل من المسلمين المستضعفين في مكة لكن اول ما شافهم انصدم بانهم سبعين من المسلمين يعني تقريبا جيش كان معه كان في خاطرة واحد اثنين ثلاثة لكنهم كانوا سبعين فعاهدوا بعض على انهم يقاتلون حتى الموت وان حياتهم من الان وصاعدا تكون مبنية على قطع طريق قريش مهما كان حتى يكفون عن فعلتهم هذا وعن تعديبهم للمسلمين كان فعليا اي قافلة تمر من هذاك الطريق ما توصل لوجهتها ابدا حول ابو بصير هذاك الطريق الى مقبرة القوافل فكان يمارس هذه المهنة وكأنه محترف وجيش السبعين من المسلمين على تنكيد حياة قريش فاشتهر خبر ابو بصير بين العرب وفي جزيرة العرب كامل المشركين مكة ما يقدرون يقولون شيء لانها ذولة خارجين عن امر النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نقض العهد مع المشركين ابدا خلاص قريش عاشت في جحيم ايش اللي قاعد يصير علينا خسرنا اموال كثيرة جدا حنا عايشين فعليا في جحيم الامر اللي قاعد يصير معنا جدا لا يطاق فقريش جالسوا يتناقشون مع بعضهم في الامر اللي قاعد يصير ايش اللي قاعد نسويه حنا وكأن العقد اللي سويناه واللي كنا نعتقد بأن هضم الحقوقهم وإن انتصار لنا قلب ضدنا قلب ضدنا تماما المسلمين عايشين في سلام وحنا عايشين في حروب قوافنا جالسة تقتل بشكل فضيع ابو بصير مرض مرض شديد بعد اصابة حصلت لها مرض مرض شديد جدا فاستلم ابو جندل من بعدها قطع الطريق وكان قائد هذول السبعين فاستمروا في قطعهم لطريق كل قواف القريش تجمعوا القريش مع بعضهم وقالوا وش الحالة اللي احنا عايشين في هذه العقد اللي كتبناه هذا واللي كنا نعتقد ان فيه عزة لنا يصلح مع باقي العرب اما محمد هذا فوالله ما ساد اصحابه بالسيف فان اصحابه يفتدون بانفسهم كسبهم بالعقيدة اما انتم يا قريش ابقوا كما انتم لستم فالحين في شيء ما معنى الا قرار واحد اننا نتوسل الى محمد الان انئوهم يا محمد في المدينة فليس لنا بهم حاجة خذهم خلاص وفكنا من شر فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول لابو بصير يؤمر بانه يرجع الى المدينة وينضم الى المسلمين ويجلس في المدينة فرحوا السبعين كلهم خلاص عيشت قطع الطريق بتنتهي بنرجع ونستقر الى المدينة والاهم من هذا كله سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اللي ما يبغي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مترددين انهم يمشون بسبب مرض ابو بصير بس ابو بصير قال لهم انا مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم شلوني وخلوني بس اشوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما اموت اخاف اموت وانا باقي ما شفت كانوا مترددين متى يمشون لكن شوقهم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم غلبتهم كانوا يبغون يقابلوني النبي صلى الله عليه وسلم ويحكون عن كل الاحداث اللي حصلت له عن قصصهم وعن الامور اللي حصلت له متشوقين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم حاملوا أبو بصير على واحدة من الإبل ومشوا متوجهين إلى المدينة وابتساماتهم مرسومة على وجيههم طول الطريق شوقا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم بس كسرت ابتسامتهم موت قائدهم والبطل أبو بصير مات في الطريق مات قائدهم أبو بصير بسبب مرضها الشديد توفي أبو بصير الوحش قائدهم واللي جعلها الله سبحانه وتعالى سبيل لإنقاذ المستضعفين من الملسلمين في مكة بس ما جعل الله له نصيب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما قدم إلى المدينة في أول الأمر فدفنه أبو جندل رضي الله عنه في طريقهم دفنه قلبه بيتقطع من الحزن لأنه كان يبغي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بس ما قدر أخذ الله روحه قبل أن يكحل عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه السبعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبهم مكسورة ليوفاة أبو بصير بس أول نظرة للنبي صلى الله عليه وسلم انتهت كل معاناته انتهت كل معاناتهم ولا كأنهم عانوا قبل كذا ولا كأنهم جلسوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة فجالسوا وهم متلهفين للحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يبغون يوصلون كل أخبارهم للنبي صلى الله عليه وسلم استقروا في المدينة بس بعد فترة إلا بالنساء أسلموا في مكة وهاجروا إلى المدينة يلجأون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمتنعون من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قريش يصرخون وينادون الصلح والعهد يا محمد رجعوهم لنا ولكنهم كانوا نساء فحصلت بعدها أحداث رح نذكرها بإذن الله في الجمعة القادمة بسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فحصل معه شيء صدم البقية كلهم عقبه ابن أبي محيط شخص كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل يعلن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته كان شخص جدا محترم في يوم الأيام هذا الرجل قرر أنه يروح لتاجر بتجارة كانت لها وكان من عاداته إذا رجع لمكة يعزم أهل مكة كلهم على وجبة وفعليا هذا اللي سوه عزم كل أهل مكة على هديك الوجبة وكان من الحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعليا حضر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته مع هذا الرجل بس إنه أبا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأكل من أكله بس عقبه ابن أبي محيط شاف محمد صلى الله عليه وسلم مجالس يأكل من الأكل فسأله ما بك يا محمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يبغى يأكل ولن يأكل من أكله إلين يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعقبة بن أبي معيط قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس أهم شي تأكل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة كان مستهين بهذه الكلمة ومستهين بفعلة هذه كان يفكر أن الوضع بيكون بينه وبين محمد بس أهم شي يأكل بس ما كان يعرف بأن كلمة هذه وصلت حتى إلى كبار قريش انتشر خبر إسلام عقبة بن أبي معيط انتشر بين أهل مكة كلهم وكلهم حاربوا عقبة بن أبي معيط المشكلة مو بس هنا كان في شخص شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم جدا شديد العداوة مع النبي وكان صاحب العقبة يعني الروح بالروح ما يتفرقون من بعض هذا المشرك أول ما شاف عقبة مسكة بملابسه وقال له هل صبأت؟ هل تركت دين أباءك؟ قال عقبة لا ما فعلت قال وصلني الخبر يا عقبة لقد شهدت بأن محمد رسول الله قال طيب وش اللي يرضيك؟ قال اللي يرضين أنك تدفل في وجهها أنك تروح عند محمد الحين وتدفل في وجهها ومو بس كده تدعس على رقبتها قال بس عندي خلاص دام هذا بيرضيك أنا بسوي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسق في وجهه وشيء من لعابة جاء على وجه عقبة بس أول ما وقع على وجه عقبة ما كان لعاب عادي كان هذا اللعاب مثل الأسيد على وجهه فأحرق الله وجه عقبه ابن أبي معيط بسبب تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه البسقة اللي بسقها عقبه ابن أبي معيط هي أول طريق عقبه ابن أبي معيط في أذية النبي صلى الله عليه وسلم فبدى من بعدها في أذية النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما آتاه الله من قوة حتى إن حاول يخلق النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلها بل دعس على رقبته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه مرت الأيام وتزوج عقبة ابن أبي معيد بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها أروى بنت كريس واللي كانت هي أم عثمان بن عفان رضي الله عنها تزوجها عقبة ابن أبي معيد بعد ما انفصلت من زوجها السابق فأنجبت أروى بنت كريس فتاة اسمها أم كلثوم أم كلثوم بنت عقبة واللي هي محور قصتنا اليوم أم كلثوم رضي الله عنها أسلمت وأهلها ما يدرون والمشكلة إنها أسلمت في وقت جدا صعب على المسلم واللي كان بعد صلح الحديبية كان شرط على المسلمين إنهم يرجعون أي شخص يسلم من قريش يرجع لقريش ويعد يعني ما كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها ولو دروا أخوانها عن إسلامها عذبوها حتى الموت وتعرف إنها لو هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيردها للمشركين وتعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رح يخلف العهد أبدا فخططت على خطة للهروب من مكة كانت ذكية جدا وكانت من الأسباب اللي غيرت أحوال الصحابة للأبد كل هذا بنذكراه في قصة اليوم قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم نعرف أشياء أساسية نعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية تحالف مع قبيلة من قبائل العرق كان اسم القبيلة خزاعة وقفت قبيلة خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو لازم نعرف بأن مقتضى صلح الحديبية هو السلام بين المسلمين وقريش وكان هذا السلام من لعشر سنوات من بعدها يا يجددون يا تبدأ الحرف من جديد بس ما وقف الصلح هنا قامت قريش وقالت إن أي أحد يسلم من قريش ويهاجر إلى المدينة تردونها لنا أما إذا واحد ارتد من عندكم ورجع لنا لن نرده لكم أبدا بيبقى معنا حنا شفت كيف الظلم وصل فيهم مع هذا كله وافق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أمر من الله سبحانه بعد صلح الحديبية وبعد اللي صار لأبو بصير رضي الله عنه كيف نتحول إلى قاطع طريق بعد ما رده النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وانضم له سبعين رجل أسلموا من قريش ما كانوا يقدرون يروحون للمدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخلف العهد أبدا فردهم لقريش ومن بعدها هم سووا لهم فرقة قطاع الطرق وعذبوا قريش من بعدها المهم أن قريش تبرت منهم وقالت لهم ارجعوا للمدينة يرحم والديكم ما لنا وما لهذا الهم اللي قاعد نعيشه ما احنا قادرين تاجر بأموالنا خسرنا الكثير خلاص فرجعوا إلى المدينة لكنها ما وصل لأبو بصير أبدا لأنه هو في الطريق توفي ودفنوه هناك بعد وصول السبعين رجل إلى المدينة انصدموا أهل المدينة بوجود أم كلثوم بنت عقبة معاهم وبينهم كانت مهاجرة الوحدة كان الرجل وهو رجل ما يقدر يهاجر الوحدة مستحيل يقدر يهاجر الوحدة لازم يكون مع مجموعة ولا مع قافلها لأن الطريق جدا موحش فأم كلثوم رضي الله عنها تحكي قصتها بنفسها تقول كنت في مكة بين مشركين قريش كنت قد أسلمت ولا علمت أي أحد من أهلي كنت أبغى أهاجر لكن ماني عارف كيف أسوي النبي صلى الله عليه وسلم بيردني للقريش ولو جلست هنا ما بقدر أستمر وأنا سحكت وأكيد لو طلعت بيفقدوني أهلي مباشرة إذا ما رجعت البيت في يوم واحد بيلحقون ورايه وبكون قريبة جدا من مكة ولا أحرف الطريق أصلا للمدينة حين تخيل هذه كل الأشياء فوق راسها كانت تفكر تفكير مجهد كان الأمر جدا صعب عليها تقول أول ما أخرج من بيت أهلي الحين مجرد ما يمر ساعات بسيطة يفقدوني يقومون يدورون علي ويعاتبوني بعض لو هاجرت والحال زي كذا أنا جالسها أرمي نفسي للتهلوكة كذا الوضع ما في مزر تقول فجلست في يوم للأيام أخطط بس أنا أبغى أطلع من بيت أهلي وما يحسون فيها تقول فقررت قرار إني أخصص في كل أسبوع ثلاثة لأربعة أيام أخرج فيها من بيت أهلي أطول فيها خارج البيت تجلست أفكر فترة طويلة إلين قررت قرار جدا كان مناسب قررت إني أول شيء أتفهم ما أهلي إذا تخلصت من أهلي أول شيء وقدرت أتعمك في الطريق من دون ما يحسون فيني كذا بتكون نسبة النجاح تقريبا 80% قررت إني أخصص في الأسبوع ثلاثة لأربعة أيام أطلع فيها لرحلة للبادية أبيت في البادية لمدة أربعة أيام أو ثلاثة أيام في كل أسبوع بحيث أنهم يتعودون علي إني خارج البيت ويصير تطويلتي خارج البيت شيء طبيعي فإذا تأخرت من البيت يقولون ممكن إنها لازالت في البادية وما يتحركون يدوروني صح ممكن يزعلوني ويهاوشوني في البداية بس أبغاهم يتعودون على غيابي وفعليا جاء اليوم اللي بطبق فيه الحركة فمشيت خارج مكة بكم كيلو كذا ومكت في هذه البادية ثلاثة وأربعة أيام أول ما رجعت البيت هاوشوني أهلي ويني كررت هذه الفعلة كم أسبوع بس بدأ الوضع يصير أهون وأهون وصاروا فعليا إذا افتقدوني يقولون ما عليها هي في ذيك البادية تجلس ثلاثة وأربعة أيام وهذا اللي كانت تبغى توصل لها أم كلثومة تبغى توصل لهذا الرياكشن تبغى توصل لردة الفعل ذي أهلها ما صاروا يهاوشوني كابل وتعودوا غيبتها عن البيت الي انجاء الوقت المحدد اللي حزمت أمرها على أنها تهاجر رتبت أغراضي على جنب وجهست وضعي بالكامل أخذت المعونة اللي بتساعدني في الطريق صح إني ما أعرف الطريق لكن مكوثي في مكة في هذا الوقت لا يطاق تقول أخذت أغراضي المتواضعة هذه أول ما وصلت لهذه البادية وعرفت أنا ما معي أحد ولا أحد بيقدر يشوفني عزمت أمري وطالعت في هذا الطريق الطويل أنا ما أعرف الطريق أبدا لكني مستعينة بالله بس أني أموت مهاجرة إلى الله ورسوله خيرا لي ألف مرة من أني أموت على يد أهلي وعشيرتي فعزمت أمري وتوكلت على الله وجيت أبا أخرج على هذا الطريق وأمشي بس فجأة بس فجأة إلا برجل يخرج ويطال فيها قال لها الرجل إلى أين هنا من شدة الخوف كاد يخشى عليها من هو هذا الرجل والأفكار تجري في مخيلتها أهلي عرفوا عني هذا بيعلم علي عند قريش خلاص انتهت كل أحلامي في الهجرة قالت أقضي حاجتي ما ننتصر قال أنا رجل من خزاعه هنا أخذت نفس أم كل دوما وارتاحت شويتين لأن خزاعه حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم تقول في قلت له أنا امرأة من قريش أنا أسلمت ومهاجرة إلى الله ورسوله وقال هذا الخزاعي طيب تعرفين الطريق أنت امرأة كيف تعرفين الطريق قالت والله لا أعلمه ما أعرف وين الطريق لا أعلم لي بالطريق أبدا قال ما عليك حنا أهل طريق نعرف الطريق في ليلة ونهارة أصبري لي هنا شويتين بروح أجيب البعير حقي وأجيك جاب البعير حقه وركبت أم كلثوم على هذا البعير بس كلهم الأثنين ما يعرفون أن في شخص جالس يراقبهم جالس يراقب كل اللي قاعد يصير كانت امرأة بس ما كانت تعرف وين هم رايحين يعني بس كانت تشوف إش اللي حصل وكانت تعرف أن هذه أم كلثوم تقول أم كلثوم ما شينا في السحراء وكان هذا الخزاعي يقود البعير فوالله لا يكلمني كلمة حتى إذا ناخ البعير تنحى عني واخر عني إلين أنزل فإذا نزلت جاء إلى بعيره وهو مقفي ومحترم نفسه وربط بعيره في الشجرة أم كلثوم وهذا الخزاعي ما يعرفون إش اللي حصل في مكة الحين مر اليوم الأول واليوم الثاني وبدوا أخوان أم كلثوم يحسون أن في ختلة في الموضوع توجهوا للبادية وما لقوا أم كلثوم هنا انصدموا وين اختنوا فبدوا أخوانها يسألون القرى اللي حول هذه البحثية إن لو خرجت لهم هذيك الأمرأة الأمرأة اللي شافت أم كلثوم الخزاعي متجهين إلى المدينة قالت أنتم الوليد وعمار أخوان أم كلثوم قالوا ويه قالوا أم كلثوم رايح المدينة وانتم ما تعرفون رأيتها وهي مع واحد خزاعي رايحين للمدينة هنا كأن واحد ضربهم بكف على وجيهه عرفوا بأنها أسلمت فاركبوا على رحلتهم واتجهوا إلى المدينة ركاضين أم كلثوم الخزاعي ما يعرفون كانوا ماشيين على مهلهم والأمور تمام لكنهم كانوا متقدمين تقول أم كلثوم ما زال هذا الرجل الخزاعي يقود بي ولا تكلم ولا تفوه بحرف طول الطريق ساكت وهي ما تعرف إش اللي قاعد يصير وراها لأن أخوانها يتبعونها بس وصلت أم كلثوم للمدينة وهي سليم الحمد لله حطها هذا الخزاعي واخذ راحلته كانت أم كلثوم متنقبة فما في أحد يعرفها أحد عرف وجهها مع أنها أم كلثوم معروفة هي بنت بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم فتوجهت إلى بيت أم سلمة تقول دخلت على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ما عرفتني كنت متنقبة إلين انتسمت شويتين وتكلمت معها وهي شكت من صوتي حست بأني أم كلثوم بس ما كانت متوقعة أم سلمة رضي الله عنها بأنها أم كلثوم تقول ما عرفتني إلين كشفت عن وجهي فطالعت أم سلمة واركضي وحضنيها حضنتها أم سلمة ومسكتها قالت وش فيك أنتين هاجرتي قالت أم كلثوم نعم وأنا خايفة الحقيقة أنا خايفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجعني إلى قريش كما رد غيري من الرجال أبا جندل وأبا بصير وأنت تعلمين يا أم سلمة حال الرجال ليس كحال النساء وأنا ما أشك أن أهلي في هذا اللحظة جلسين جنون وعرفوا عن هجرتي ليه ثمانية أيام في الطريق أخوانا كانوا في الطريق جايين بس وهم يتكلمون مع بعضهم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة يدخل عليهم تنقبت أم كلثوم فراحت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمتها بكل شيء وإن هذه أم كلثوم هاجرت وإنها خايفة أنك ترجحها يا رسول الله إلى قريش فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم امتحانها امتحانا وسألها بعض الأسئلة اللي يبين إش اللي في داخلها وليش هاجرت فعليا هل هاجرت لله ورسولها أو للدنيا فنجحت في هذا الاختبار فرحها بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بس أم كلثوم لا زالت خايفة خايفة على إنها ترجع وإنها تنفت في دينها وتعلم بأنها لا تقوى على العذاب فقالت يا رسول الله إني فررت بديني إليك يا رسول الله فامنعني ولا تردني إليهم يفتنونني ويعذبونني وأنا إمرأة لا صبر لي في العذاب وأنت تعلم يا رسول الله ضحف النساء وقد رأيتك يا رسول الله رددت رجلين رددتهم إلى المشركين حتى امتنع أبا بصير عنهم وأنا إمرأة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هنقض العهد في النساء فانصدمت أم كلثوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم استبشرت فتلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحينوهن بس فجأة إلا بأخوان أم كلثوم الوليد وعمار كانوا على أطراف المدينة وشافوهم أهل المدينة شافوهم أهل المدينة وتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أوفي لنا بشرطنا وعهدنا أختنا وصلتكم ونبغاها الحياة فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قد نقض الله إن الله نقض العهد في النساء تلتفت الوليد وعمار لبعضها وعرفوا إن الأمر معقد أكثر مما كانوا يتوقعون فرجعوا وقلوبهم قطعها وما طبق هذا الشرط على النساء أبدا فكانت النساء تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجعونهم أبدا ولا تطربهم قريش يعني الله سبحانه وتعالى أمر بأمر فتغير العهد والعقد بينهم غصبا عن المشركين فكانت أي إمرأة متجوجة تروح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يردها أبدا وبشكل مباشر تطلق من زوجها وبمجرد ما إنها تسلم النكاح لبينهم باطل فلا زواج لمشرك بمؤمنة أبدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد للرجل المشرك مهرة المهرة اللي دفعه في هذه الإمرأة بس ما وقف الأمر هنا فكان فيه أمر حتى للصحابة أمر من الله سبحانه وتعالى لهم بأن إذا كان أي أحد متزوج وكانت زوجتها مشركة بأن نكاحهم باطل وإنه لابد أن يطلقها ويرجعها لقبيلتها أو أهلها وهذا فعليا اللي حصل وكان فيه صحابة لا زالوا متزوجين بمشركات وكان من هذول الصحابة عمر بن الخطاب كان متزوج بمشركتين ففكهم عمر بن الخطاب ورجحهم إلى قبائلهم وكان برضو من حق الصحابة بأنهم يطلبون مهوره المهر اللي دفع في هذه الزوجة يطلبونها من هذول القبائل أو من هذه العوائل اللي يتزوج منها فإذا رفضوا يعطى هذا الصحابي مهره من الغنائم وبكذا فصل الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والمشركين تماما المؤمن لا يتزوج إلا مؤمنهم قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِينَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فمن عدل الله سبحانه وتعالى حتى المشركين اللي كانوا ضد المسلمين وافقوا على هذا الشرط الحادل وبعد هذا الأمر تفضل النبي صلى الله عليه وسلم لباقي القبائل قبائل المشركين خاصة القبائل اللي تجرأت وتحالفت ضد المسلمين في غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات أي قبيلة تحالفت ضد المسلمين سيؤدبها النبي صلى الله عليه وسلم فجهز النبي صلى الله عليه وسلم فوق أشر سراع عشان يتوجهون لهذه القبائل اللي تجرأت على المسلمين وتحالفت ضده ويؤدبهم تأديب قاسي وليب نذكرها بإذن الله في القصة الجاية إذا وصلت لنهاية المقطع فأتمنى من الله العلي العظيم أن يجعلك ممن ينصر هذا الدين الله يجعل هذا العيد عليك فرحة يا رب العالمين ما كان قصدي أن أزل لكم هذا المقطع قبل العيد ولكن بسبب أن اللابتوب حقي خرب فاضطرت أني أن أزل لكم إياه قبل العيد الله يجمعني فيكم في الجنة يا رب العالمين لا تنساني بدعوة طيبة في التعليقات وبإذن الله العلي العظيم نشوفكم الأسبوع الجاية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة